حلو لك لك أخي وسيم هذا أساساً شيء طبيعي جداً جداً هيحصل مع كل بادئ بالعمل طبيعي جداً ليش بدك تسألني ليش لأنه شوف أخي اليوم لما بتكون أنت أساساً بادئ لح تكون تمتلك معلومات قليلة عن العمل عن الشركة عن إنجازات عن الصورة الكاملة الكبيرة عن هذا العمل تمام فمارس أكتر طرح الفكرة تمام ومارس أكتر التعلم عن الشركة وعن فكرة أساساً البيع المباشر تمام فحيصير عندك نقل للصورة أكبر حتلاحظ أنه شوي شوي حيصير في تقبل أعلى من قبل اللي عم تطرح اليوم مشروع لأنه أنا هلأ الآن الحمد لله رب العين بكل إنجازاتي اللي أنجزت في الشركة إذا بتواصل مع أي شخص وبحكي له أنه في شركة تعالي اشتغل معنا فيها ولح تعمل لأرباح بدون ما أعطي الصورة الكبيرة للشركة صورة العمل وصورة الشركة ما حيدخل معي ولكن في مقولة جميلة سمعت لأحد السفراء العالميين بـ DXN اللي اسمه بيدرو هو من البيرو بيئلك فيها إذا أردت النجاح في DXN فعليك بحفظ القصص فهناك قصص للشركة أخي تمام هناك قصص يجب أنك أنت فعلا تحفظ هذه القصص ومعنى تروي قصص النجاح اللي وصلت لـ DXN وشو ممكن يحقق هذا الشخص اللي حيدخل معك ولكن بداية قبل كل هذا بداية يجب أنك أنت تكون أساسا أهلت نفسك ودربت نفسك وجربت المنتجات هذا مهم شوف هلأ أنا لحشارك هلأ هذا اللينك بتمنى من كل من سمع السؤال أنت أخي وسيم وكل من سمع السؤال حضرتك أنا جاوبت عليه على فكرة باستفادة لكو عبر هذا التليجرام فوت عليه إن شاء الله تعالى هذا التليجرام لحيكون بوصلة حقيقية شاركت من خلالها خبرات خمس سنوات عملت مع فريقي العالمي مليون دولار مبيعات العام الماضي تمام؟ عملنا إنجازات كبيرة فلذلك عم نشارك على الخبرات مع الله بتمنى تطلع هلأ بالكواتش أحمد هلأ بالكواتش أحمد طيب أنا شرحت له قصة من الاستهلاك للاستثمار وشرحت له قصة إذا أنت عندك تسبب الماركت وفتحت تسبب الماركت كأنك كونك جديد وإذا كتبالش كيف تدعي العالم شرحت له إذا أنت عندك هالشي ففتدحته بكتدعي العالم صح؟ وأنت تعمل دعاية بدون ما تحس وتجي لعندك العالم تشتري بس ما في مقابل ربح بس هاي بالعكس الشركي عبر تعطيك مقابل للدعاية عبر تعطيك ربح عبر تعطيك نرآت عبر تصير أنت عضو مهم عدتنا هالفكرة في منهم عبر تقبلوا وفي منهم لا يا سلام حلو هلأ شوف شو قلت أنت قلت في منهم بيتقبلوا وفي منهم لا هذا حالة طبيعية الآن أنا ممكن أعرض عليك منتج حضرتك أنت عم تحاكيني منتج أنت مو محتاجه تقول لي لا ممكن أعرض عليك منتج أنت محتاجه تقول لي ايه ممكن هلأ الموجودين معنا هون هلأ هلأ بهذا اللقاء المبارك أعرض عليهم فكرة فكرة منهم يقول لا ومنهم يقول ايه طبيعية صحية أنه جزء من الناس توافقك وجزء من الناس لا هذا طبيعي جداً ما كل الناس لا دي اكس ان ولا دي اكس ان لكل الناس حقيقة صحيح شاهد شون أخي فطبيعية ولكن أنا وصيك بالممارسة المستمرة دون أيضا دون أنك توقع بفخ اسمه فخ التأثير القطيع لا تتأثر أنت الآن آمن بفكرتك آمن بمشروعك آمن بربك وبنفسك واختبر بنفسك مشروعك منتجك أرباح اللي حصلتها من خلال مئة نقطة واحدة يعني أنت الآن أول حدا على فكرة عم تستقف به هو نفسك بس أنت كنت مؤمن بالشيء اللي عم تعمله لا تأثر بالناس اللي بده بيفوت أهله وسهله واللي ما بده يلي بعضه حياكم الله أخي الغالي شكراً هلأ في شغل صغيري أنا ألاحظ أنه في شركات عم تطلع بتعمل احتياج يمكن هذا الشيء عم تأثر على الناس طبيعي صغيري أنا اليوم تصنع سيارات وهي السيارات بتعمل يعني خليني يقول أنا غلبة لأصحابه اللي اشتروها وبتعذبهم وصيانة ومعها تمشي السيارة وكذا ولكن هي ترى هتسيق لكل السيارات لا طبيعي حالة طبيعية نفس الشيء اليوم في طبيب يمكن يكون جراح وهو نصاب عم يعمل عمليات وتفشل عمليات في أخو المصاري هل يا ترى هتسيق لكل أطباء الجراحي لا فهذا حالة طبيعية لا يمكن أن أنكارها صحيح شكرا شكرا لأشارحك الحلو حيالله أخي وصيان فضل كوتش أحمد خميس عندك المايك يا حبيبه كلنا عم نستمع إن شاء الله يعطيك العافية كنتش نادر الحبيب الله يساعد لي مساك يا رب ومساك كل مين داخل معنا نعم لك أنت عم تغيب لنشتق لك ما هيك والله بتعرف إن شاء الله نشتق لك لا تنسى تشارك البوست اللي بعدت لك يا نعم شاركت البوست اللي بعدت لك يا طبعا طبعا إن شاء الله الله يبارك أكيد من المبارح حساس أن أنا بعدته شاركته وباربت والله نباري وصلنا مية وخمسة ورشين ما شاء الله والله إن شاء الله شوية شوية بنصل بإذن الله نعم إن شاء الله لسه العالم طالعا بالتراويح خليها تريح شوي اليوم صافينا الباصة بعد ترحيل على باب الجامع يا جماعة أقسم بالله في ناس هربت لجوه والله العظيم في ناس هربت هربت طالعا عقم هربت لجوه يا باطر الله يفرج الله يفرج يالله بتهون إن شاء الله ايه والله الحمد لله اليوم شو اليوم تلاتة ما؟ ها اليوم في بعض ها داخلي معنا ولا لا؟ يالله عشر وربح هنبدأ ما في مشكلة نحنا مستمرين مستمرين مشتغلين مشتغلين اللي حياة مبارك ما عملت استاذ أحمد بتكريب أعضاء فريقك ما شاء الله عليك يعني حضرنا عن بعد نحنا كان بيودي إيجي بس كان عندي ظرف طريق حتى على اجتماع تقسيم ما أحسنت أروح يعني بصراحة كنت متابع شوي هون شوي هون يعني عبقت بيصل البقرات يعني الله يقويك ويبارك إنا فيك وإن شاء الله منشوفك عم يتكرم كل شركات وتكرمنا لأننا كمان إن شاء الله معلم العين ما بتعلى على الحاجب يعني أنا أنا وياك يعني جاية لي بالأرقام العضوية بتعلى بتعلى معلم ما بصير هاي هاي أكيد أكيد العين ما بتعلى على الحاجب هاي أقوال الناس اللي ما بدها تنجح إنه ايه أولا تكون مقلاق كون بتعلى يا سيدي بتعلى 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 ما تخشى الشيء بدها تعلى بإذن الله بإذن الله راح تعلى طيب آآ شو مبارح كان شو حكيتوا مبارح مشان نحكي هيك بعض النقاط على مبارح شوي والله كوتش أحمد لحنا هلأ مراجزين على مسألة واحدة حاطينا نصب أعيوننا يلي هي تارجت الرمضاني والتدريب على مسألة المبيعات واستنساخ فكرة المبيعات بالفريق وهذا إن شاء الله تعالى حيعزز كل الامكانات عن جميع الفرق يعني فبدنا مشاركة هاي المهارات عند حضرتك شركاء أكيد إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله يالله عشرة وربع أنا دوري عشرة وربع الكلام منذهب ما هيك؟ آآ فلذلك معلش أصبروا حلو رائع طيب معناتها بينما تبلش عم تجهز حالك الخمس دقائق يلا عشرة وربع دوري فقرتين صح صح يلا عشرة وربع ما كن دقيقتين حلو رائع رائع طيب معناتها شركاء أنا جميعا هلأ بينما يبدأ الكوتش أحمد بدي من حضراتكم تهتموا بمسألة كتير مهمة الآن هو فترة الإنجاز وفترة النمو فلاحدة الآن يحرم نفسه من النمو النمو بفريقك هو أنه يكون معك هلأ هون هون بهذا اللقاء شركاء لأنه لحنا لما نجتمع لنشارك مهارات وخبرات لحنا هذا هدفه شو بناء الوعي فريق لاحظ شريكي وشريكتي فريقك بدون وعي لا يمكن أنه ينجز إنجاز تخيل معي فريقك إذا لم أمتلك وعي الصناعة ووعي الشركة ووعي المنتج وكل شيء يدور حول العمل لا يمكن أبداً يكون عنده همة حتى لتحقيق الميت نطة طبعاً تخيل لا يمكن لا يمكن أما لما يمتلك الوعي بإمكانه يصير بكل بساطة يحقق مبيعات 100 و 200 و 500 وأيضاً يمتلك إمكانية الاستقطاب والتدريب والمتابعة ويحط جهد ووقت أما الآن أنا بسأل نفسي سؤال وبسألكم معي أنا أنا شبي خليني الآن مثلاً بشكل مستمر أني أنا أعقد اللقاءات مع الفريق لأنه في عندي حالة من الوعي الكافي بمسألة صناعتنا ومسألة شركتنا ومسألة وين رايحين وين حنوصل أنا على فكرة بالمناسبة وقت اللي بحكي من سنوات حكيت أنه يا جماعة لحنوصل لحنحقق لحنعمل كل شي كنا عم نحكي عليه نتخيله الآن عم نحققه فلذلك لحنا اليوم المشاهدة كمية كمية ترى خليني أقول أنا عدد الأمتار اللي بتشاهده أمامك بهذه الصناعة هلأ أنا متأكد أنه معي هون هون بهذا اللقاء فئة شايفة فقط نصف متر لأدام فئة شايفة متر فئة شايفة عشر أمتار لأدام فئة شايفة كيلو متر فئة شايفة دون أي مبالغة مئة كيلو متر ألف كيلو متر لأدام فأنت اليوم أخي وأختي الغالية سمعوني شو عب بحكي وعملوا مثل ما أنا أقول لكم لأنه هذا هو طريق النجاح نجحنا فيه إذا أنت الآن موجود وشركاءك مو معك فإذا أنت ما لك رايح تعمل إنجازات إذا أنت موجود مفردك إذا أنت موجود الآن ومعك شركاءك دعيت أعضاء فريقك أقنعتهم بالدخول بما أنه نجدد لسه ومو شايلين خيني أقول أنا أهمية لللقاءات ولا شايلين أهمية لأنه ينفقوا الوقت أقنعهم بالدخول وأقنع نفسك بأنك فعلا يوميا تدخل أنت وشركاءك حتى تتمكن يصير عندك النمو وأنا حكيتها مرار وتكرار وقت بدأت كان الله يذكره بالخير قبل عيننا الأستاذ أحمد لوتيبي يعمل لقاءات بالأسبوع مرتين كنت أنا دخل شركاء لأيلي أكتر من 3040 شركة هؤلاء شركائي أنا فكان الأستاذ أحمد أساسا يتعجب يعني معه شركاء أغضب مني مدخلين معهم خمسة عشرة يقول لي أنت شون عم تجيب الناس قال له أنا مقتنع أنه شركائي أساسا موجودين هون لأبني فيهم الوعي والحمد لله رب العمين استطعنا فعلا بناء وعي الآن اللي بيشاهد بفريق صحة ومال عالمي ليدر وقادي وناس عم تشتغل من تلقاء نفسه وتعمل النشاطات وتعمل اللقاءات وتعمل هذا بناء الوعي بنينا صاروا فاهمين هنا وراحين ما عاد في داعي أنا إلا قوم على الشغل أنا ما بقول لحده بفريقي الآن قوم على الشغل لحالق قوم على الشغل وبيعرف شغل وبيعرف شو مطلوب منه فلذلك قبل ما يبدأ كوتش أحمد ركزوا الآن أنه تفوتوا شركائكم بما أنه إن شاء الله تعالى لسه الفرصة متاحة واللقاء بأوله حياكم الله تفضل كوتش أحمد معك المايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لألكم يا سادة يا سيدات يا شبابنا يا سيداتنا يا سفيراتنا ربي يحفظكم جميعا ورمضان كريم ومباركة طاعتكم جميعا نصر الله القبول وسياما مقبولا وإفطارا شهيا إن شاء الله علينا وعليكم بإذن الله طيب يا سيدات مين من الشركاء انضم معنا قبل رمضان بكام يوم أو سجل معنا وانطلق بأول رمضان أو مبارح أول يوم حركونا الشات شوي لنشوف في التفاعل عندكم كيف وعليكم السلام ورحمة الله سيدة عبدالله السيد مروى السيدة عبدالله السلام عليكم السادة يفضل المشاركة عبر الكتابي فقط عبر الشات لو سمحته عبر الشات معلش؟ آه عبر الشات يفضل حتى ما نضيع وقت أبدا أبدا تفقنا؟ يلا إذا بدنا نشارك مايتات وحده يسكر ويفتح بصراحة نطيل رح بصراحة نطول كتير كتير تمام؟ طيب إذا يا شباب يا سيدات طبعا نحن بالنسبة لرمضان والعمل بشهر رمضان طبعا اليوم العمل عبادة بكل أحوال صحيح؟ وكلياتنا أغلبنا ربما مثلا الغالبية العظمة معنا إن كان كسيدات قاعد ببيتك متفرغة يعني حابة تستثمر أوقات فرق فهذا المشروع اللي أنت الآن هتنطلقي فيه وطلقي فيه أساساً والشباب بعض كنا عب يعمل بعمل ما وإنت أساساً عايش حالياً عايش مرحلة من الانتقال من الأعمال التقليدي إلى إيش إلى الأعمال الذكية الحرة اللي أنت رح بتكون مسؤول عنه رح بتكون تحت سيطرتك مية بالمية إن كنت كرجل أو إن كنت كسيرة تفعنا؟ هاي مرحلة التحويل أو مرحلة التغيير تحتاج بالبدايات نوعاً ما من الصبر نحن طبعاً هلا كل من يداخل معنا جديد أنا ليش سألت اللي يداخلين معنا جدد؟ لأنه اللي داخل معنا جديد ونحن عم نحكي عن تارجت كبير نوعاً ما من المبيعات احتمال تنصدم أوكي لكن اسمعني حتى نهاية واستمع هذا التدريب حتى نهاية مو بس فقرتي اللي أنا حبيحكي فيها لا فقرة الإيدارات والمدربين اللي هيحكم من بعدي كمان ليش هلأ؟ بالنسبة لهذا التارجت احتمال البعض يشوفوا أنه هو تارجت كبير والبعض يشوفوا أنه فعلاً تارجت بسيط اللي خاد تجربة رمضان السابق متل ما عملنا رمضان الماضي نفس التارجت تقريباً ما رفعنا للألف خمسمائة نقطة أستاذ نادر شو رأيك نرفع ألف خمسمائة بما أنه كان رمضان الماضي ألف نقطة والله هي أحلى مؤيد مؤيد لأي فكرة حقيقة تعمل إنجازات كبيرة ولكن شايف أنه كويس ما بعرف كوتش أحمد إصحاكت تركي علي بللك إيه لأنه لا لا خلص خليها خليها إذن خليها على الألف نقطة أوكي هو عم نشوف أنه بس نبط طي فإذن هذا التارجت فعلياً البعض بيشوفه كبير وبعض بيشوفه نوعاً ما أوكي تمام قادر أنه يحقق هذا الرقم وما شاء الله السنة الماضية العشرات حققوا هذا التارجت والعشرات أو الأحد من العشرات توسطوا إلى أرقام مضاعفة من هذا التارجت المطبوب طيب اليوم في أشخاص منكم عنده أساساً عنده سبحان الله عنده أسلوب تسويقي بالفطرة طيب تعرفوا اليوم الشحاد الشحاد ركزوا معي كتير منيح الشحاد في عنده أسلوب تسويقي بالفطرة تسمعوا بالشحادين ما تعرفوهم الناس تجيب تطلب منك وعطيني وساعدني وكرمال الله وما إلى ذلك هاي الكلمات اللي إحنا بنعرفها طيب إذا فعلياً نحن اليوم مندقت بشكل بسيط شو منلاقي؟ منجد بأنه فعلاً المتسول هو مسوق ذكي بالفطرة المتسول نحن شو منقلكم؟ منقلكم ابتعد عن التسول وإيش؟ والتوصل صاح؟ مصاح؟ منبتعد عن شغلتين التوصل والتسول طيب لكن نحن اليوم فينا ناخد عبر فينا ناخد عبر من المتسولين عبر ودروس صح؟ طيب كيف؟ رح أحكي ببعض النقاط اللي شوفوا ركزوا معي كيف كيف هي النقاط اللي بيشي عليها المتسول أو بمعنى الشحاد كتبوني رقم واحد إذا الكل مستعدوا عم يسمعوا عم يركز معنا كتبوني رقم واحد لنشوف الحركة والتركيز وبعدها بنرجع للحوار والمناقشة بنشوف كيف الأمور اللي حم نسوقها وشو هي المنتجات الأفضل اللي يفضل إنه نسوقها بشهر رمضان؟ ما شاء الله عليكم ما شاء الله ما شاء الله حبيب برافو عليكم برافو برافو ما شاء الله ما شاء الله إذن التفاعل ممتاز جدا جدا فهنيئا لنا بكم ركزوا معي بأول نقطة أول نقطة شو هي؟ أول نقطة بإنه إيش المتسول خلينا بأهلا أنسوني من بباب بباب التسويق كمحترف مسوق شبكي كنتوركر إنساني هاي الشغلة أنا لأنع بحكي عن تجربة متسول أوكي؟ فأنت فكر ولخس مو معكم دفتر وألم ولا لا؟ معنا ولا ما معنا؟ معنا ولا ما معنا؟ ركزوا معا كتير منيح مو في معنا؟ برافو طيب إذن اكتبوا معي أول نقطة أول نقطة ندخل فيها بأمور طبعا ما نتعلم من هذا المتسول إنه إيش كيف؟ هو كيف هو عم يعمل إنجاز أوكي؟ هو بالنسبة له كمتسول بيعمل إنجاز النقطة الأولى بإنه ليش المتسول بيطلب منك وما بيطلب من غيرك؟ فهون شو أنت شو بتفكر بينك وبين حالك؟ فعليا بإنه بلش بلش يستهدف فئة من الناس إنه احتمال من شكلك يشوف مثلا أنت قلبك طيب، حنيين، هيك ما شاء الله وتك نور، نور وتك ما شاء الله أو شكلك كيك جوبك منفخة فيها عملة طيبة، هي عملة خضرة، فاستهدفك لألك بالذات، أوكي؟ فاليوم المتساولين بصراحة يعني بتلاقيون إنه قاعدين طوال نهار لكن بيقتلص الفرصة بيشوف إنه فلان، أوكي بيطلب من فلان، ساعدني بيطلب من فلان، أوكي؟ فهون يبلش يختار الفئة المستهرة في هذا بالنسبة لأله، هي النقطة الأولى، النقطة الثانية التأثير بالعاطفة، التأثير بالعاطفة، يعني مثلا عطوني كلمات، شو بيلفظوا المتساولين، شو بيلفظوا مثلا لما تتعدي من جنبهم، شو بيحكوا؟ اكتبولي على الشات، مين بيعرف شو بيحكوا؟ يلا اكتبولي على الشات، شو بيحكوا للمتساولين؟ ربي فرحك بولادك، أوكي، حلو، تمام، ساعدني، الله يوفقك، كرمال، الله ليرا، حلو، كويس، براهبو، الله يعطيك لا يرضيك، هات المصاري، ما ببن لك هات مصاري؟ قبل عمّاك عشرة، هنا بيقولوا هيك أيوة، من مال الله، الله يحملك هالأولاد، ساعد، كرمال، أوكي، تمام، وشايفين هاي الكلمات؟ طيب هاي الكلمات، ما تعتبر من نطاق التأثير بالعاطفة؟ صح؟ مصح؟ يعني من مال الله يا المحسنين، الحسن بعشرة أمثالها، صح؟ الله يخلي لك أولادك، الله يجلسك اللي بتحبه، الله ما بعرف إيش، فبيطالعون لك عبار وكلمات، وا 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 إلى آخرين، صح؟ فهون بلش هذا يلعب على وتر العاطفة عندك، حاول هيك يجذبك، يأثر عليك شوي، حتى إيش تشير، تطالع من جابك وتعطي، صح؟ هاي النقطة الثانية، النقطة رقم ثلاثة، شو بيعمل؟ مثلا، ما في عنا أفراطة هون، إنه بحط بعض الليرات قدامه، شو يعني هذا الشي؟ إنه مثلا، احتمال يحط لك خمسة، ليرة، 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 ثلاثة قدامه، أفكي، شو بيعني هذا الشي؟ يعني بإنه هون عب بيفرجيك إنه في غيرك تبرع، في غيرك ساعده، مو بس أنت، هون عب بيفرجيك إنه عب بيثبت لك كبرهان إنه إيش في غيرك ساعده، عرفت كيف؟ حط قدامه ليرة خمسة، عشر، عشر، فهي المرحلة تسمى الفيدباك، إنه عب بيبرهن لك بإنه هذا الشي اللي صار حاليا، مو بس أنت هتبرع، لأ في غيرك تبرع، فهون كمان نوعا ما عب بيخفف لك، أو عب بيقلل من نسبة الرفض عندك إنك أنت تعطي أو ما تعطي، أوكي، النوخ رقم أربعة، أقلنا للمرحلة لك رقم إيش؟ رقم أربعة، بإنه لغة التواصل، بمعنى لغة التواصل حركات وكلمات خاصة بحالته هو، مثلا كان كمظهر، كشكل، كلبس، حركات هو بيعملها، أو كلمات خاصة بيلفظة أمامك، هي تعتبر لغة التواصل، فأنت اليوم ده تختار كمان لغة التواصل بالنسبة لألك كمسوق محترف، وليس متسول، لك أنا عم فرجيكم بعض النقاط اللي بيمشوا عليها المتسولين، طيب ليش ببعض أحيان عم نشوف متسولين بيوم الجمعة بشكل كتير كبير، أوكي؟ أغلب الناس رايحة الجوامع، أو بدون حتى على الورشات، عرفتوا كيف؟ فسبحان الله، والشخص اللي خاصة اللي بيعطيهم بشكل مستمر بيضلوا بيرجعوا 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 بيرجعوا، وبيضلوا يطلبوا، فلغة التواصل كمان هي بالنسبة عندهم مهمة، إن كان كحركات أو كلمات خاصة، النقطة اللقم الخامسة هي تنويع المحتوى، كيف بنوع؟ تخيل أنه آه هو متسول لكن بنوع بالمحتوى، متسول وبنوع بالمحتوى، كيف بنوع بالمحتوى؟ مثلا في اليوم نشوف متسولين، شو عاملين؟ بعض المتسولين بيستحب مع أولاد صغار، صح؟ مشوفوا متسولين بالشارع معهم أولاد صغار، مثلا حتى ما شوفوا مرأة، مع بنت صغيرة، امرأة مع طفل لسه رضيع، حاططته مثلا بيضاهرة أو حاططته في الأرض، تعرفته، ومو ملابسينه غراب، لا لبسينه إجرابات، ولا إشياء بلا مرأة، أوكي؟ فبهاي الحالات، تلعب سيني رغيرة سكني المايك، سكني المايك بعد إذنك، أوكي؟ فهدوي الأشخاص عب بيسوقوا بهي النقطة من باب تنويع المحتوى، يا بيستحبوا معهم كلب صغير، أو قطة معهم، أو طفل صغير، وهكذا، فهذا يسمى بالنسبة لألون تنويع بالمحتوى، عارفين؟ بالنسبة لأيضا، النقطة رقم ستة، النقطة رقم ستة شو هي؟ النقطة رقم ستة المنصات الإعلانية، مين بيعرف المنصات الإعلانية للمتسورين؟ تبولي على الشاتل أشوف، شو هي المنصات الإعلانية للمتسورين؟ مين بيعرف؟ عدوا لي كم منصة لأشوف، وين من لأيهم؟ شو هي المنصات اللي هن بيستخدموها؟ أه، صح، أمقد يا عين عليك، يا عين عليك، سيدي صفاء، قدام الجيمع، برافو، عند الجوامع، كمان، يلا هاتوا لأشوف، بالأسواق، برافو، عند المطاعم، بالشارع، ها شايفين؟ عند المحلات، عند المشافي، برافو، المشاركات حلوة، فاليوم المنصات الإعلانية عندهم هو كمتسول، أوكي، عند الجوامع، عند المولات، عند إشارات للمرور والسيارات، بتوقف بصيروا بيغلوا هيك غالي بين السيارات، صح؟ أو مثلا عند محطات المترو، هلأ دايماً، وتطلعوا بالمترو في تركيا، بالترامب، بالمترو، بالمتروبوس اللي هو، بتلاقوا عند الدرج، عند المدخل، عند المخرج، بتلاقوا كمان أشخاص قاعدة صح؟ عم تتسور، فهي تعتبر المنصات الإعلانية بالنسبة لألهم، بالنسبة لألهم، وليس لألهم، أوكي؟ أنا الآن عم بيبدأ معكم من باب هاي النقاط اللي، هتعرفوا من خلالها أنت كيف تستثمر هاي النقطة مثلاً، بالنسبة لألالك، أوكي؟ حكينا عن بعض النقاط السابقة، والآن منصة إعلانية، فأنت هون رح تختار شو هي المنصة الإعلانية الأنسب لألك كمسوقي نتووركر محترف، نقطة رقم سبعة، إعادة الاستهداف، كيف يعني هل من المعقول أنه متسول بيعمل إعادة الاستهداف؟ كيف؟ كيف مسول بيعمل إعادة الاستهداف؟ تعرفوا كيف؟ بأنه مثلاً، راح لمكان أو راح لمصنع، طلب مساعدة صاحب المصنع، أعطاه أول مرة، رجعتين مرة، أعطاتين مرة، فهون شو صار يفكر؟ أنه هون صار يعمل إعادة الاستهداف، تخين، أوكي هو زكي بالفطرة، هذا المتسول زكي بالفطرة، فاليوم لما هذا الشخص صار يتبرع لإله مرة ومرتين، فصار يعمل استهداف مستمر، تكرار، يروح يجي، يروح يجي، بشكل الأسبوعي، بشكل يومي، أوكي؟ فهذا الموقع صار يعطيه مصدر دخل كويس، صح؟ يعني إذا هو هي، شو راح تاخد من وقته؟ ما راح تاخد إشي، هي عبارة عن مشوار طريق، بطريقه أكيد دخل على عشرات الأماكن، وصل لهون عبارة عن دقيقتين حصل مبلغ مالي وكمل طريقه، أوكي؟ فهذا عبارة عن استهداف مستمر، استهداف مستمر، مثلاً، أو فينا نقول كمان، احتمال متسول قاعد عند مدخل المترو، أوكي؟ فما شاء الله، آخر اليوم طالع غلة منيحة، صح؟ طالع غلة منيحة، يعني طالع له ألف ليرة، ألفين ليرة، بالتات أربعة ساعة، فصار يجي كل يوم لهذا المكان، ما عاد يروح مكان تاني أبداً، نفس المكان قاعد يبلغ فيه، مثلاً، في محطات مثلاً، بيقولك لا، أنت محطة عثمان غازي فيها ناس كثيرة، محطة أبابيطاء أعداد قليلة، محطة ديمرطاش أعداد قليلة هوني ما فيها خبزة، ما فيها مكسر، بروح عند شهر كوستو، أو بروح وين عند عثمان غازي، هناك فيه هيك زحمة، زحمة كثير ناس رايحة لهوني، أو بروح لمحطات مترو فيها ناس هيك أغنية أو سياحة، أوكي؟ مثل عنا في بورصة الشهر كوستو والعثمان غازي، فيها السياح، فيها زحمة كثير كبيرة، أوكي؟ فاحتمال هذا المتسول يعد بهي النقطة ليسوا بإيش؟ ليعمل إعادة استهداف، شايفين؟ فالمتسول كمان بيعمل إعادة استهداف، مو بس أنت كمسوق، لا، المتسول هو زكي بالفطرة يا أخي، بيعمل إعادة استهداف وينما كان، حسب الموقع اللي بيلاقي فيه فعلاً هيك، يعني لقمة طيبة، عارفين؟ طيب، هاي النقاط السبعة اللي أنا حبيت إحكي فيها، نتجم معيدهم بشكل سريع سريع سريع، النقطة الأولى، ركزوا معي، اللي ما كتب يكتب، النقطة الأولى شو هي؟ النقطة الأولى بإنه إيش؟ أول إشي، اختيار الفئة المستهدفة، هاي واحد، دك تختار الفئة المستهدفة، مين هني بالضبط؟ فلان، 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 أو هدا شو بيشتغلوا، أو هدا الناس وينهم، أوكي؟ نقطة اثنين، شو هي؟ التأثير بالعاطفة، تأثير بالعاطفة، مهم جداً جداً، لكن مو تقولوا كرمال الله يا محسيني، مو تقولوا من هاي الكلمات اللي بيستخدموا هوني، لا، دير بالك، دير بالك أنت كمصور، تروح تحكي مع شخص، آه، تفرجين ليمونزي، كرمال الله يا محسيني، اشتري من عندي هذا، هذا الظرف، ما بيصير، أوكي؟ لكن انا عبعطيكم بعض النقاط اللي تشتغلوا فيها، من ذات أنه شوف تفضل هذا إنسان بسيط جداً جداً جداً، متسول يا أخي، هو زكي بالفطرة، هو كمهنة لإله، أوكي؟ هو عارف يدبر أموره، هاي اثنين، الثلاثة، الفيتباك هي بمعنى أنه عب يبرهل لألك، أنه في غيرك مثلاً، امتلك المونتاج، هو إيش؟ هو شو برهن لألنان كشحاد، أو كمتسول؟ برهن لأنه في غيرك تبرع، وأنت بتقدر تعمل هذا الشي لألك، لمشروعك، بأنه في غيرك امتلك المونتاج، من خلال تعطي تجارب عن الأشياء اللي أنت عب تسوقها، خاصة برمضان اليوم مثلاً، إيش؟ القهوة السوداء، أوكي؟ قهوة السوداء، نقطة رقم أربعة هي لغة التواصل، لغة التواصل، أوكي ما بين حركات وكلمات خاصة، أنت بتستخدمها حسب أسلوبك، نقطة رقم خمسة هي التنويع بالمحتوى، هنه شو بيعملوا هنه؟ بيستحبوا معهم أطفال صغار، وحالتهم حالة، وبعز الشتر بتلاقيهم أساساً ملابسين الشي، صح؟ نقطة رقم ستة، المنصات الإعلانية، لكن متوقع تقعد قدام باب الجامعة، تقعد دام باب الجامعة وتسلك على البد قهوة، دير بالك، دير بالك، تروح على الموت عادي، على باب الموت أو على باب المترو، ديك تبيعي أشياء، لا، هاي خاصة فيهم، لكن إنتي استخدمين إيش؟ المنصات الإعلانية اللي خاصة فيك يقليك، إنتي شو منصتك؟ أين مكانك؟ كل ما رفعتي قيمة منتجك بالمكان اللي بيستحقه المنتج، أوكي، نحن بنعرف اليوم مثلاً سعر أنينة المي، أوكي مثلاً مثلاً أنينة المي، أوكي، أنينة المي هاي، اليوم نشوف سعرها في البيم، أرخص فيه بالبيم، صح؟ مع أنه هي نفسة نفسة، عرفتو؟ هاي نفسة أنينة هاي، هاي فاضي هاي ملانة، أنينة المي نفسة نفسة، صح؟ بالبيم أو اليوز بير، منلاقي أنه سعرها أيش كام؟ سعرها الخيرس جدًا جدًا، صح؟ سعرها يمكن حقاً 5 ليرات بالبيم أو اليوز بير، طيب إذا رحنا مثلاً لمول، احتمال لاي، مول مول، هنا قبل ما نصل للمول، مطعم، مطعم، الأظهر من هاي، سعره بالمطعم 10 ليرات، بالمطعم. طبعاً مطعم عاضي بالموقع انه والله خمس نجام. لا مطعم نجمة واحدة او نجمة ونص. بتروح لمطعم اربع نجام ثلاث نجام بتلاقي سعره تقريباً ٣٠ ليرة. بتروح مثلاً لماول من الداخل او مطعم فخم بتلاقي انه حقق القنينة ٥٠ ليرة. بتروح لداخل المطارات او الفنانق بتلاقي انه حقق فعلاً تقريباً نشي ١٠٠ ليرة. بالمطار احتمال تصل القنينة الماء السعره لـ ٢٠ ليرة تركية. عاربين? فاليوم انت منتجك ومكانك والمنصة اللي بتستخدمها اعرف وين عم تركز او شو هي المناطق او المواقع اللي عم تشتغل فيها منتجك بيستحق انه يكون بأرقم المراكز طيب السبعة هي اعاطي استهداف اذا احنا الان حكينا عن سبع نقاط مهمة جدا جدا اتمنى تشتغلوا عليها بس راح اعطيكم النصائح شو قد معنا الساعة حاليا اوك لسا فيه وقت معنا طيب بما انو اسا فيه معنا وقت راح احكي عن النصائح اللي هيستمع معنا شو هي النصائح راح احكي نصائح جدا 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 مهمة تمام اللي بدو يعمل فعل المبيعات اللي بدو يركز على المبيعات وخاصة السيدات انا بعرف انه ليش النسبة الاكبر من الاشخاص اللي بتعمل المبيعات هم مين هم السيدات فانا هلأ بكلامي راح ركز على هاي النقاط ركزوا مع كتير مني احنا نصائح كتبوها ودونوها عمكم اذا انت بدت تعمل مبيعات حلوة ورب العالمين يبارك لك برزقك ومالك ومنتجك طبعا هاي المبيعات اللي هتعمليها مو بس لمرة ومرتين راح بصير في عندك اعادة استهداف كمان بنفس الامر اعادة الاستهداف يعني تخيلي شخص يشتري من عندك 20 علبة قهوة مثلا شخص واحد شخص واحد اخذ من عندك 20 علبة قهوة شخص واحد اخذ من عندك 20 علبة سبيرولينا شخص واحد اخذ من عندك 30 علبة مورنزي مثلا اوكي فلما نحن نصل لمرحلة انه صار في عندنا ثقة 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 العميل بالمنتج صدقيني انت امورك ماشي تمام ليش؟ لانه من خلال ثقة العميل بالمنتج والاستمرارية عليه فانت اوكي هذا العميل راح بيدل غيره راح بتصير شبكة كدعاشة فهي كتحقق مبيعات بشكل اكبر زاد انه من خلال الاستمرار والاستنساخ راح تصلي لعملاء اكتر كل عميل هياخذ كم منتج؟ منتجات كتيرة صح؟ بحث صوت منيح ما نحكي نحن صايمين طيب النصائح هاي ركزوا معي كثير منيح النقاط السبع اللي حكيته الواضحين النقاط السبع واضحين اكتبوا لي رقم ثلاثة اذا واضحين حتى انتقلوا اعطيكم بعض النصائح التسويقية يلا نشوف يلا حركة ما شاء الله عليكم ما شاء الله برافو برافو طيب النصائح وين كان وين كنت تحطن هون سوان راح ارجع عليه هون اه تمام طيب في عنا تقريبا كمان سبع نصائح سبع نقاط او ستة يا ربي اوكي ستة ستة نصائح راح منحكي فيهم بما يخص انك انت لما عب تصدق لمنتج ما او سلعة ما اوكي على سبيل المثال الزهمة اوكي الزهمة كمثال منتج اي منتج اي سلعة بايدك شو اقرب شي عليكم اكتبولي على الشات شو اقرب شي لأيديكم من منتجاتك زاهي قهوة سبيرولينا ريشي شو عصائر يلا اكتبولي انا اشوف مين اقرب اشي اللي عنكن شو قهوة قهوة سبيرولينا سبيرولينا قهوة صابون قهوة اللي اقرب عليه الصابونة شو عب تستخدم الصابونة المباشر حاليا طيب صابونة وزيت الكريم اقرب شي لالكن حلو برافو برافو مو عم اسالكن اللي ها اللي بتحبوه اكتر شي لا اللي اقرب اللي جنبكن ها شو في جنبك شو في جنبك اللي جنبه الصابونة والشامبو منين عم تحكي معنا وين قاعد طيب حلو مكملات القهوة انا اقرب اقرب شي لالي القهوة نعم اقرب اشي بس ما حد يكتب ان انا اقرب اشي لالي الشامبو والصابونة والمعجون ولا يلا عاتستسمروا الوقت هزا عاتستسمروا الوقت تسمع محاضرة معنش يلا راكظوا ميح طيب الماء جنبه هلا الماء اه الماء اه الماء حط فيها زرف قهوة تطلع غير شكل برافو صحها 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 عند جميع صحها عند جميع طيب النصيحة الاولى حتى امضاعف نبيعاتنا شوفوا اذا بنرجع للنقاط السبعة بكره بكره انتم بين كون بينحال كون بينهر انتو صايمين لو الواحد بيكون جوعان اكتر بيبدع اكتر بالافكار بيطالع افكار كتير رهيبة انت وهيك صايمة الساعة بعد الظهر مثلا وبعرف عم تسهروا انتوا ما شاء الله عليكم اذا فقت هيك على الساعة 11 الصباح 12 بعد صالة الظهر مسكتي وراء وقلم عدي فكري بالسبعة نقاط اللي حكيتهم شوي واحد اثنين 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 سبعة طيب فكرية بالنسبة لك كيف هتستثمر هي النقاط السبعة بالنسبة للي فكري كتبي كتبي معلش فكري بتطلع معك افكار رهيبة طيب النقطة الاولى بالنسبة للمبيعات لنفترض ان انا حدثت معي الان منتج حدثت منتج اوكي بغض النظر عن هذا المنتج انت بيعود هذا الشيء اللي عليك طيب اذا انا جيت اليوم شوفوا في كلمات بتجذب العملاء كلمات بتجذب العملاء بالنسبة للصيغة الاعلانية دعا تساخر موها او بالصيغة ككلام كحكي مع الاشخاص التاني مثلا حتى نضاعف نحن مبيعاتنا شو لازم نحكيه اول اشي هلأ في اشخاص تكتب انه كمية محدودة بصراحة بشوفها بشكل كتير كبير الكمية محدودة سارع اشتري المنتج اللي انت بحاجته على سبيل المثال لكن فعليا هاي الصيغة او هاي الصيغة بهذا المعنى لا تفضل اوكي كلمة كمية محدودة كمية محدودة ما تذكرها شو نذكر شو نذكر معنا بمثلا على سبيل المثال اذكر انه تبقى اخر خمس قطة على سبيل المثال اخر خمس عبواط من الليمونزي اوكي حتى تحصل على العرض كمثال مثلا ليش لما مثلا اذا نحن نحكي اليوم كمية محدودة فما تكمية محدودة هاي بمعنى ان المسوق هو حتى حتى يعمل مبيعات بيقول انه كمية محدودة لكن لما انا اذكر عدد معين مثلا ان كانت المتميمات اخذتها على البيت انا بالمكتب لانه بنهار بالمكتب صايمين مشار ما خربت واخد متممات رمضان الماضي خربتنا اخطأنا ونحن صايمين كنا حنفتح المتممات اما خطأنا على البيت مشار ما نخطأ ونحن صايمين اما هون في جنبي مشروبات يعني كالظروفة ايه اوكي ففينا نقول مثلا الليمونزيا او القهوة فينا نقول انه اخر خمس علام اوكي اخر خمس عبوات من القهوة انت اذا انت عم تسوق للقهوة على سبيل المثال او انت عم تسوقي للمعجون او فعلا في جنبي معجون حتى مثلا اخر خمس قطع من المعجون فينا نحن نسمي هاي بهاي الصيغة تبقى اخر خمس قطع بامكانك تحصل عليه باسرع وقت ممكن او حصل المنتج باسرع وقت ممكن اوكي باقي عنا فقط خمس قطع فهي الصيغة بتعطيه كمان مصداقية اكتر عند العميد او الزابون ما نقول كمية محدودة ولكن نذكر عدد مثلا اخر عشر قطع او فينا نقول كمان نقطة نوعا ما مميزة انه لاول عشر عملاء بيشتروا مني المعجون رح يحصلوا على خصم كزا اوكي فقط اني احدد عدد المهم اني اذكر عدد عشرة خمسة خمسة يجد حور بينك وبين حالك ما بيأثر بيسانة تمام طيب النقطة رقم اثنين النقطة رقم اثنين شو هي نقطة رقم اثنين شو هي طيب حصلوا الملك معنش جولة بعد شوية اساسا ما بيلاعب جولة حاليا فاتحيني قوي على جوجل ميت مع شركاءنا مستمتعين معهم شوفوا في نوعا ما نذكر بعض الملاحظة كمان ما نقول انه مثلا متاح بشكل دائم هذا المونتاج ما نقول انه هذا المونتاج متاح بشكل دائم طيب فينا نقول انه اساسا هذا المونتاج بكميات معين مثلا عشرين قطعة ثلاثين قطعة او فينا نقول انه خصم مثلا عشرين بالمية لأول عشرين شخص بيتواصلوا معين او عشر اشخاص المهم كمان هوني اذكر عدد و اذكر نسبة الخصم وكميات محدودة اوكي هل ريح ما نشوف انه الادارة عنا بتركيا بتسكر كمية محدودة نعم اكد رح تسكر كمية محدودة لانه اساسا العرض مفتوح اما انت كفرد كفرد بدك تعمل مبيعات نوعا ما لا بأس فيها فالسكورة عدد معلش سكورة عدد يا اخي حتى لو بيعد للشخص الواحد وعشرين معلش بيعه بخصم هيتو تبع الاساليب تسويقية اه كمان ما نقول انه الافضل مبيعا ما نقول الافضل مبيعا بالنسبة لهذا المونتاج اوكي انه افضل المونتاجات افضل كذا فينا نقول انه مثلا اه نسبة كتير كبيرة من عملاء اشتروا هادا المونتاج بنسبة مثلا انه انه لن نفترض انه عندي مثلا 50 عميل انا شخصيا فنخصيا أنه عندي 50 عميل وتقريبا اه اشتروا من الليمونة سي فقط وان طبعا كل واحد اخذ منتاجات المختلفة عن الثاني لكن هادا المونتاج بالذات نسبة واربين بالمية من العملاء أو نسبة 45 شخص من أصل 50 من العملاء أخذوا الليمونزي صح؟ يعني فإذاً نحن فينا نقول إنه هذا المنتج عم يستهلكوا أكثر من 90% من عملانا، ليش؟ فإذاً فيه استفادة والعملاء المستفيدين من خلاله ومن خلال التجربة فيه، هاي كمان نقطة مهمة جداً جداً كمان ملاحظة في خيار الإعلان الممول اشتري الآن صح؟ وفي خيار اطلب الآن، برأيكم أيهم أفضل اكتبوا لي على الشات، اشتري الآن أو اطلب الآن، شو رأيكم؟ شو الأفضل؟ هاتوا لأشوف لما نحن نطلع من خيار بالإعلان الترويجي، إما اشتري الآن أو أطلب الآن، شو برأيكم الأفضل؟ هاتوا يكفي، يلا يلا شاركونا لأشوف حلو، إنت أكيد، اطلب، اطلب، يعني برافو ما شاء الله، صرتوا خبراء، صرتوا محترفين، برافو عليكم إذن، الأغلبية اطلب، إذن، دائماً ما نختار اشتري أو حتى نسخل للزبون، اشتري يا أخي، اشتري، في ناس ما تحب تعطيك، في ناس تحب تاخذ، في مقطع يمكن بيه، هو مقاطع كوميدية بيه شو كان اسموه؟ كل شي ماشي صح؟ تعرفوه؟ كل شي ماشي بسورة كان يطلع أولي، واحد غرب المسبح بدون يطالعوه، فشو يقولوا له هات إيدك، هات إيدك، تذكرتو له، هات ذكرته، وهذا بخيل، بخيل، وغرق بالمسبح وما يقدر يطلع، فشو عملوا معه؟ يقولوا له، وقفه بأربع خمسة حوالي، هات إيدك، هات إيدك، حتى بعد ساعة، ساعتين، ثلاثة، اجي شخص، لك قالوا يا عيني، هذا بخيل، المهم أي إشي، بتقول له هات، ما بيعطيك إشي، قل له خد إيدي، بيقول لك، بالأخير، قالوا له خد إيدي، أخبسك إيده ومسحبه، تسيل، يعني لهذه المرحلة اللي واصل فيها بعض التفكير عند الناس، هذا أمر طبيعاً جداً جداً، ففي ناس لما أنت تقل له هاتي أو اشتري أو بهذا المعنى ما تعطي، أما مثلاً لما أنت فيك تقدم اللي عندك، تمسوك إيدي يا أخي، خد من عندي هدية، طلوب، طلوب وتمنى، يعني كلمة طلوب يعني بيفكر أنه أوه ببلاش، ببلاش، عارفين؟ فما تقول لحد اشتري أبداً، ما تقول لحد اشتري، قل له فيك تطلب وفيك تاخد، اللي هي، خد اللي بدك يا، قل له فيك تاخد، ايه، فيك تطلب، أنا بعطيك، بهذا المعنى، لكن كلمة قل له اشتري، بعض عنا، وخاصة إذا كان تركي، حلو؟ طيب، هاي النقطة رقم إيش؟ ثلاثة ما حكينا، أربعة، طيب، خمسة، خمسة، لا تقول، لأنا بصراحة بشوف حملات ترويجية وإعلانات، وعليكم السلام والكرم، بشوف حملات ترويجية كثيرة بيكتبوا فيها، أنا أبحث عن أشخاص طموحين، أنا أبحث عن أشخاص تستهلك القهوة السوداء، على سبيل المثال، لكن الأغلب الإعلانات اللي بشوفها بالنسبة لكا بزنس، شو بتحكي؟ بتحكي أنا أبحث عن أشخاص طموحين، أنا أبحث عن عشر سيداء أو عشر موظفين يعملون معي لكن يجب أن تكونوا جادبين وطموحين، فهي ما هي صيغة في صراحة تجيزوا بالعملاء أساساً؟ هاي صيغة خاطئة، مغلوطة، مضحك عليك أنك أنت تكتب هاي المقولة أساساً، لكن فيك تكتب بمعنى أني أنا رح ساعد عشر أشخاص ليعملوا مصدر دخل إضافي ما عملوا الحالي على سبيل المثال، أو أنا فيني أساعد عشر أشخاص ليحصلوا منتج بسعر مثلاً مخفض بنسبة عشرية بالمئة، هاي؟ مضحك؟ ما تقول أنا أبحث عن أشخاص يشتروا مني منتجات، لا، أنا عم أبحث عن أشخاص أني أساعدهم بإيش؟ بالحصول على منتج بنسبة خصم كذف، أو أنا عم ساعد أو أنا رح ساعد عشر أشخاص رح يبدوا مثلاً بمشروعهم اللي عم يدوروا عليه من سنين، أوكي؟ ساعد، ساند، تابع، ادعاء، هاي الكلمات اللي بتعطيك التجيع من الطبع لعملات، أما أنك تبحث عن أشخاص، فهذا خطأ يا صديق العزيز، طيب، كم الساعة؟ أوكي، في معنى موقات، كمان، ما نحكي ببعض، شوفوا، في بعض الأشخاص لما تحكي عن المنتج، فيه ناس بتحكي مميزات المنتج مصاح، مميزات لهذا المنتج، لأنه هو مثلاً منتج حارق للدهون، هو منتج مثلاً بيزيد على الكوريات في الدم، هو منتج بيرفع الطاقة في الجسم، هو منتج بيجدد الدورة الدموية، هو منتج فعلاً ما له أي أعراض جانبية على سبيل المثال، لكن بنفس الوقت فيه أشخاص بتقلت أنه هذا المنتج فيه وكذا 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 وكذا، كلمة مكونات المنتج هي العميل ما بيسأل عليها أبداً بنوض، يعني شوفوا، أنا عم بحكي لكم بالنسبة لتدريج المعلومات، تركزوا معي، مكونات المنتج كبوها على طرف، انسوها، ما تذكروا أبداً، لكن أنتوا تعلموها، لأنه فيه أشخاص فضوليين، جد جد يعني، تجيكون أشخاص جداً جداً فضوليين، فهدول الأشخاص بدو يعرف شو فيه بهذا المنتج، وبالأخير يقول لك بدو أعمله تحليل الـ DNA لهذا المنتج، تخيل، بيعمله تحليل، تخيل يعني وين يصل، ففيه فيه أشخاص يعني، حتى بعض أشخاص بيقول لك أنا راح أتحللت سبيلولينا عند مثلاً مخبر تحليلي، يعني تخيل تناس لهذه الدرجة واصلين، أما بالنسبة هذول فقط لا لك، أما تذكروا للعميل لا، بعض عنهم، ما تذكروا للعميل أبداً أبداً أبداً، طيب، شو المفروض نعمل؟ نذكر مميزات؟ إذا بدت تذكر مميزات للمنتج أكتر من 50% ما تعمق، أحكي عن نقطة نقطتين كافي، كافي، طيب، شو نكن نذكر؟ شو نحكي؟ شو هي النقطة نحكي فيها لك؟ مكونات ما راح نحكي أبداً، لكن هي لألكم، مميزات بنحكي بنقطة نقطتين، لكن بدي يحكي عن نتائج لهذا المنتج، بدي يحكي عن أنه فلان كان هيك وصار هيك، بدي يحكي عن نقطة تحول ما بين استخدام القهوة العادية، أوكي، وما بين القهوة السوداء، البلاك كافي، الديكسينية بالذات، فأنت اليوم دا تعمل نقطة تحول ما بين هذا وهذا، ومقارنة ما بين هذا وهذا، بدك تعطي نتائج هذا المنتج، تحكي عن تجارب شخصية، إنه مثلاً عند أكتر من 50% من عملاء نعب يخدوا هذا المنتج على سبيل المثال، واضح؟ أهم إشي بالنسبة لتسويق منتج ما، احكي عن إيش؟ عن النتائج وعن نقطة التحول كمقارنة، بس حتى ميزات للمنتج الناس، يعني تخيل إنه مثلاً ما أنا أذكر سبيرورينا، مثلاً هي عبارة عن فيتامينات، غنية بالألياف، بالفيتامينات والمعادن، كل شيء بيحتاجه الجسم، لكن أنا لحد لأن ما وصلت الشيء اللي بيحتاجه العميل، لكن لما أنا أذكر عدة حالات مختلفة بإنه مثلاً السبيرورينا على سبيل المثال هي ميجنبي حالياً، إنه استخدم شخص عب يعاني مثلاً مشاكل بالشعر، برافو عليك يا كوتش حسين، شخص عب يعاني من مشاكل في البشرة، شخص عب يعاني من إرهاق وتعب وخمول، شخص عب يعاني من جوع وعطش وإرهاق وقت الصيام، شخص عب يعاني من فقر الدم، شخص عب يعاني من مشاكل صحية تاني، والمهم أني ما أضبط أو ما أقيد هذا المنتج بنقطة معينة، لا أبداً، أكبر خطأ أني أنا أقيد منتج بمرض معين أو خان معين أو مشكل معين، لا، هي عبارة عن منتجات غذائية تعطي الضبط مصد على الجسم بشكل كامل، لما نحن نحكي عن الغذاء وخاصة برمضان أنه إيش؟ يقول لكم ما تصلوا لحاة الإشباع بالأكد، لأنك أنت وقت بكون جسمك صايم ساعات متتالية، أوكي، ساعات متواصلة تقريباً 16 ساعة و14 ساعة، شو رح بصير هون؟ شو صار عندك؟ هون بلشت الدهون تكسر بعضها، بلش الجسم يعمل على إيش؟ على حرق الدهون، تجي أنت أساساً المحاضرة اللي عملتها قبل رمضان بيوم واحد، حكينا فيي عن التغذي برمضان، صح؟ اللي كان حاضر معنا هي المحاضرة، حكيت فيي معلومات دسمة وقيمة جداً، أوكي؟ اليوم إذا أنت ذاك تصير من جماعة الساموراي، عرفته هون، ذاك تصير مثل هؤلاء، أوكي، صوم، 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 وروح كل لشويات، ومشروبات غازية ولحوم، صوم أربع ساعة، خمس ساعة، وصير مثلهم، رح بتصير آخر رمضان، بصير وزنك مئتين كيلو، مئتين، لكن ضبط، ضبط نوعية الغذاء عندك، ضبطه، أوكي، ضبط الغذاء، يعني ابدأ، خلي كل وجبة فيي ألياف، عندك يا أخي ما عنش، داك تاكل لحوم، كون، داك تاكل نشويات، كون، داك تاكل، تشرب مشروبات غازية، يعني انت شو بدك، أوكي، لكن مع هاي الأشياء خلي يكون فيها ألياف، خلي داخلها ألياف، إن كان متميمات غذائية، أو سلطات، أو فواكه، أو بقليات وحبوب كاملة، فعليا، حتى تكسر نوعا ما من هاي الأشياء، الأعراض الجانبية رح بتسبب هاي الأكلات، لأنك لما أنت تاكل هاي الأكلات، مثلا تخيل اليوم، على الأفطار بكرة، عندك مشاوي، كله لحوم، ومع نودلز، أوكي، مع كاسة عيران وكولا، كله هذا يعني يعتبر حارق، حارق، حارق لجسمك فعليا، من أكلت وخاصة وصلت لمرحلة الإشباع، راح بتشوف جسمك بس بدك تطب وتنام، خالصين، راح تماكل للسحور، هاي إذا حسيت عن السحور، فعليا، بالنسبة لغذاءنا كغذاء، نحن كـ إن شاء الله نحن مهتمين بالجانب الصحي، إذا الله رضا مهتمين، إلا إذا مهتمين بالجانب الصحي، خلينا ندخل، في كل وجبة غذاء، نوعا ما من الألياء، فصد ابدأ أكلك بسلطة، شربات بعدين ابدأ بلتقيل، ما تدخل فرن بالدسام، خفف خفف، وبعدين بلش بلتقيل، حلو هالكلام؟ وهي النقاط اللي حكيناها عن المبيعات والمنتجات، وبالنسبة أنا لأيلي أني أركز شو هي المنتجات الأنسب نحكي فيها أو نسوقها برمضان، شو هي اليوم المورنزي رائع جدا جدا، أنا مبارح بفرع بورصة، أخذت خمس علب مورنزي وخمسة روسين، أوكي؟ ومبارح شربت وحدة واليوم فتحت وحدة بالنسبة للمورنزي، واليوم حتى عملت خلطة كوكتيل، المورنزي مع الكورديباين، مع الروسين، الثلاثة مع بعض، الثلاثة مع بعض، الثلاثة مع بعض فعلا طلع طيب، وضيفهم ماء، يعني بالكاسة شوي 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 شوي، وضيفهم ماء بطلع فعلا شيء فاخر على آخر، شيء طيب، ما تقول هذا حرولوس، لا شيء طيب، فعلا شيء طيب، صدقوني، فإذا حتى فينا نسوق، نحن العصائر برمضان، فينا نسوق القهوة اللي بلاك كافي برمضان، خاصة ايش؟ ننصح الناس تاخدها بعد الافطار، حتى المورنزي بعد الافطار، مثلا السائدات 12 بالليل، هذا أنا بسكر، نشرب معكم المورنزي، وهكذا العصائر مهمة، البلاك كافي كمان جدا مهمة، المعجون الجانوزي كتير مهم خاصة بأقوات الصيام، انك انت رح تمرق بساعة طويلة، ما رح تاكل اشيء ابدا ابدا، فالجانوزي كمان كتير مهم، السبيرورينا كمان رائعة جدا 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 برمضان، أكثر منتجات بتم تسويقها برمضان هي السبيرورينا، هي البلاكة في القهوة السوداء، هي عصير المورنزي أو العصائر بشكل عام، لكن أكثر إش عصير المورنزي والروسيل، زائد شو في عنا كمان؟ شو في عنا الليمونزي كمان، الليمونزي معه كتير رائع، ففعليا أكثر خمس منتجات بتم تسويقها بشهر رمضان، فعليا، فأنا ما بفضل أن نركز على كل منتجات، تركز على أربع خمس منتجات بشهر رمضان، ورح تعمل مبيعات فيهم كتير كويسة إن شاء الله وأنا بنصح بأنه كل حدا حتى إذا عم بيصوم، أم تصومونا لا؟ بنصح كل شخص عم بيصوم، أو صايم، أو عم يشعب بتعب وإرهاق برمضان، كسف سبيرورينا، يعني خلي يكون فيه عندكم بالوجبة، أوكي، خمسة عشرين حبة، ونهار للاحد كان معنا سيد أحمد وحتابي في بورصة ورحنا كنا بالمطعم، فعم يحكي له على بنتي وابني، فعم يسألي كم عوراته سنتين ونصف، ففعليه لازم تلات حبة، فعليه لازم يخد أربعة أو خمس حبات، ففعليه قال لي على السنة، قال لي على السنة، كل سنة بسنتها، قلت لي يعني هلا إذا شخص عم بيه أربعين سنة ياخد أربعين حبة، قال لي ياخد أربعين حبة، عارفين، فلمو ضري حتى تصل لمرحلة الأربعين حبة، لكن أوكي، خدوا عشرين حبة سبيرورينا، أوكي، برافو، لكن كميات منيحة من الماء، ونصيحة كمان، نصيحة بما يخص الأوقات الصيام، اللي بيشعر بيخمول كبير وتعب وإرهاق، وبصير بيرجو في آخر كم ساعة، ففعليه والله يعني لحد الآن، الأول كنا نشعر بيجوع ونصل للمرحلة آخر ساعتين، إنه بس بدنا نحط راسنا وننام مشان إيش؟ نضيع وقت تيك نوعا ما إنه بس يقرر بيقدن، النام، لكن فعليه حاليا إحتمالي إذا من خلال استخدام المتجاة، إحتمالي يقدن المغرب والعشة ويقدن الصبح، ففعليه ما بشعر بالنسبة لليه ما بشعر بجوع، أو حتى عطاش، ومستمتع، وطالع داخل وما بنا بنهار، خلص فعنا الساعة عشر، عشر صبح، بعد ما صلينا الصبح، حسنا هو عم نسهر، برمضان الكون عم يسهر حاليا، فأمورك تمام إن شاء الله، اشرب مي بكل ساعة ساعتين، من وقت ما تفطر المغرب، كل ساعة اشرب لك كاسة مي، ما تجي تحبس آآ ما تشرب اشي أبدا، تضل من الشيف لا تجي على السحور، تفيه آخر خمس دقائق، تشرب لك كاستين، ثلاثة، ودع في سيكل اختعتاش أكتر، ففعليا كل ساعة ساعتين تشرب لك كاسة كاستين مي، بتكون اموركم احسن ان شاء الله مع كميات منيحة من السبيرولينا، مع القهوة السوداء، آآ فبتكون اموركم تمام ان شاء الله، اوكي؟ نحن باقي معنا دقيقتين وحننهي، اللي عنده اي سؤال بما يخص اللي حكيته يتفضل، راح اخد سؤال او سؤالين بس، يلا المكات مفتوحة ما هيك؟ افضلوا يلا حركة حركة والحركة بركة، المكات مفتوحة صح؟ حد عنده اي سؤال، اكتبولي على الشات معلش مسكرة سواني بس، ليش ما تظهر عندي هيك؟ طيب، ما تظهر عندي، انا ليش؟ طيب، شو اللقات المناسبة لأخذ المنتجات؟ هذا فعليا، آآ برمضان، لما انت حتى اخذ المنتجات يفضل مثلا، على الساعة يدعش بالليل، اتناعش بالليل، مناسب جدا جدا، اللي ما بيقدر يقوم الطبخات اللي بيشوفها قدامه وقت قدام المغرب، اوكي كل، بس ما تصله ملحطش باعة لكبيرة، وخاصة خرز ما تاكله، لشويات بيضاء ما تاكله، أبداً. أنا قادر بفتح الكل مايكات، لكن عبدت على كلمة كلمة الصوت، ما عم بيطلع لي أساسها الخيار، عرفت؟ آآ تمام، مش الحال، شغالي الأصوات، ما هيك؟ فتحت. سلام عليكم ورحمة الله، هلأ أبو عمران فتحت المايكات، آآ تمام، طيب أنا وقتي خلص، أوكي، حدا عنده أي سؤالة خالصين، خالصين ومع صحيح. آآ بدي اسألك اللي بالنسبة لها الموضوع كتير بيسألوني عنه، انه اللي هن عم يعملوا رجيم، انه ما عم يعملوا رجيم يعني انه هن عم ياخدوا المنتجات بس عم القهوة والاسبرولينا عشان التنحيف عم يخففوا من أكلات الدسم والكاشية. آآ بس انه كيف طريقة اخذ الاسبرولينا؟ بس انه بالتحديد يعني هي مسلا بيفطروا هنا بالأيام العادية انه بياخدوها عريق بيستنوا نصاعة ونصف بقريبا بشو عم يعملوا مفتورة. بس انه هلأ بشهر رمضان بس كيف الطريقة لو سمحت. هلأ الاستاذ ام عمران رح هلت تعطيكي هاي النقاط او تحكي بهي النقاط ان شاء الله. هتحكي عن نقاط معينة بعدها هتجاوبك على هذا السؤال. اكيد مبارح انتوا حكيتوا بهي النقاط او نقشت هاي النقاط فاليوم في اساليب مختلفة هي طبعا حتى المتنمات واحدها غير كافية. في اتباع نظام غذائي في اكلات كتير ما تقربي عليها اساسا او تتقلص لكميات كتير منيحة عرفتي. فانا حاليا فقط انتهت الله يعطيكي العافية جميعا. وننتقل نقل المايك للاستاذ ام عمران. الله يعطيك العافية استاذ احمد شكرا. الله يسميك يا الله. العافية جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. رمضان مبارك على الجميع. صباح الخير دي اكس اين. هلأ اليوم هح نحكي عن الفطر الريشي. صراحة يعني هو اصلا بعيد ضبط الجسم تمام. بضروض سموم. بقوي مناعة. بساعد على حر الدهون. فما بالكن يعني اخدوا برمضان. يعني حتكون فوائده مضاعفة. حتكون انت الشخص عم يساعد جسمه. آآ جسمه. ويدفشه اكتر للصحة. طول النهار آآ حرق طرد سموم. آآ جسم مرتاح من دون اكل وشرب. وقت الشخص كمان عم ياكل عم يرجع ياخد فطر الريشي لانه يكمل به هذا النظام الصحي. فاح نحكي عن فوائد الفطر الريشي. وبعد ان شاء الله هارجع. انا من كم يومين كان قبل رمضان يوم يومين حكيت عن آآ اللي حابين ينحفوا. يمشوا على النظام غزائي. ارجع بنوه له. وبعدها مناخد اسألتكم ان شاء الله تعالى. حنحكي عن فطر الريشي ما يعرف ايضا باجران ودرما. يعتبر الفطر الريشي معروف منزو اكثر من الفين سنة في الطب الصيني التقليدي. وكان محصور في بيوت الاغنياء والنبلاء فقط. كما يتطلب الى بيئة نادرة. يختلف عن انواع الفطر الاخرى. حيس يزرع على اجرار البرلوت واجرار البرقوق. اطلق عليه فطر مطيل الاعمار. واعتبر رمزا للصحة والقوة في الصين واليابان وكوريا. كانت الملوك مقاب كل كيلو من الفطر الريشي تشتريه بكيلو من الزهب. لصعوبة الحصول عليه من الغابات. طبعا شركتنا بتوفره بجودة عالية حاصل على شهادة امتلاك اكبر مزارع الاورغانيك حول العالم. مع شهادة الجودة من ايزا وشهادة حلال. متوفر بنوعين فطر الارجي الكامل. سكروا المايك بعد بعد اذنكم. المايك عند مين مفتوح? ابو عمران عني سجل صوت شعناك ما حيقدر يتابع معنا. استاذ احمد في عندك الخيار انت تسكر لجميع المايك. انا عندي معلوم موجود على الخيار. اه تمام. اه متوفر بشركتنا بنوعين. فطر الارجي الكامل الذي يقطف بعد تسعين يوم. وفطر الارجي ال البرعن الذي يقطف بعد تمنتاشر يوم بعد النوم. طبعا هنا الاتنين بيجوا بيحتووا على نفس الخصائص. يعني نفس مثلا المحتويات. لكن بيجي الكامل مركز اكتر. فيستخدم الكامل عادة لطرد السموم. لتوازن الهرمونات تجديد الخلايا. والبرعن بيجي اكتر لرفع مناعة الجسم. هلا رح نعرفكم على فوائد الفطر الاريشي او ما يعرف في الجانو ادرما او الفطر الاحمر. هدو كلياتهم اسمو. ندى بسم الله تعزيز ودعم جهاز المناعة. قد تبين ان تناول الفطر الاريشي يزيد من قوة الجهاز المناعي. وذلك عن طريق تأثيره المباشر على خلايا الدم البيضاء. التي تعاد احد اجزاء الجهاز المناعي. التي تزيد من نشاطها تسمى الخلايا القاتلة الطبيعية. وهي المسؤولة عن مكافحة الالتهاب. وقتل الخلايا السرطانية. ايضا مكافحة السرطان. مثل ما حكينا طبعا له دور فعال في الوقاية ومكافحة السرطان. وبشكل خاص سرطان الكولون والمستقيم وسرطان الرئة والسدي. لانها يعمل على تزويد عدد الخلايا المناعية. ايضا ضعفين بتقتل الخلايا السرطانية والبكتيريا المضرة والفيروسات والفطريات. ايضا مضاد الاكتئاب ويقلل من حد التوتر والقلق. اه والقلق. اجرى الدراسة ل 132 شخص يعانون من الوهن العصبي اعراض الشعور الدائم بالتعب والالم والصدع. اه تحسنت معظم الحالات بعد تناول الفطر ريشي لمدة 8 اسابيع فقط. لانه يعمل على افراز الهرمونات بشكل صحيح للمغفزة. لك اصبح الشخص اكثر سعادة واكثر صحة. ايضا يعزل صحة القلب ايضا ثبت انه يزيد من مستوى الكوليسترول الجيد في الدم ويقلل من الدهون السلاسية ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم بدرجة ملحوظة. يسيطر على مستوى السكر في الدم حيث يعمل على ضبط الانسولين من الاتفاع والنزول. مضاد للالتهابات ويعاد من اقوى مضادات الاكسادة وهذا ما يعطيه السر وراء تأخير الشيخوخة والعجز والتجاعد ووجع المفاصل. انه عندما نزيل الالتهابات من خلال الغزاء الصحي ومنع السكريات وتناول الفطر ريشي منعيش عمرنا بصحة جيدة وخالية من الامراض المزمنة. يعمل ايضا على اعادة ضبط مصنع الجسم حيث يعيد التوازن لهيرمونات الجسم وعمل الغدد بشكل صحيح مثل الغدد الدرقية والاستروجين والضغط والسكر والكورتزون. اه هيك ان شاء الله كون قدرت احصر شوي من فوائد فطر ريشي على جسمنا. اه بحب قدم لكم نصائح مهمة وقت تبدو باخذ اه فطر ريشي طبعا بينصح كتير. وكتير مهم اه الاكتار من شرب المي. نساعد الجسم على طرد السموم بطريقة سلسلة اه سلسة وسريعة. ايضا النصيحة التانية من افضل المكملات اللي ممكن نبداها ازا كان فيه مشكلات بالكلة او بشكل عام مشكلات بالجسم. لانه هي ساعد على تصحيح الجسم من البداية من الصفر. نبدأ بالفطر الريشي. ايضا طبعا كمان النصيحة التالية كتير مهم نبدأ بكميات قليلة والتدرج. طبعا هلا هي فرصة كبيرة صراحة هلا برمضان. اللي كان عم ياخد فطر ريشي من قبل رمضان ومتدرج وجسمه متعود عليه. فيه هلا طبعا يكتر الكمية برمضان اه مشان يساعده على الصيام اكتر. تمام? اما لا اللي ما له متعود عليه بيمشي بنفس النظام يبدأ بالتدريج ويزود عليه مهلو. اه اه النصيحة الرابعة طبعا عدم ترك الدواء او استبداله. حسرا المطابع مع الطبيب وتحليل. ما شاء الله شفتو اكيد حضرتكم اسمعتو كتير تجارب الاخوات قبل يشاركونا. يعني عم يصير حالات شفاء من كتير امراض. الضغط القلب السكر. اه يعني امراض الغدة مسلا بشكل عام كتير شغلات لا تحصل. فاحنا لكن ننصح انه بد اه الشخص يبدأ فيه بالتدريج يزود. اه شاف حاله تحسن تحسن من امراضه مسلا من اي شي بشكل عام. ما يترك الدواء من نفسه. لا. اه يستشير الطبيب ممكن يشوف النتائج التحليل. هو من خلال التحليل الدكتور يعني هو ادرى قداش يخفف له نسب الادوية لا انه ان شاء الله يصل انه يستغنى عنهم كاملا. اه ايضا لازم هون هي معلومة كتير مهمة. لازم نعرف الحبات الكتيرة هي بتساوي معلقة صغيرة. تمام? يعني هلا مثل مسلا الكمية مسلا المناسبة للاستخدام اليومي يعني لموصفيا منظم الصحة العالمية مسلا. اه تقريبا خمس جرامات للشخص الشخص الكبير. تمام? الشخص الوالغ. فهاي تطلع خمس حبات سبيلولينا. تمام? هي طحالب بحرية عشب. اما انت هلا مسلا ازا تقارنه بالدواء انك انت كل يوم عم تاخد خمس حبات من دواء معينة كتير كتيرة. تمام? اه ايضا نفس الشي الفطر الريشي هو بيجي بكابسولات مضغوطة. اه ازا نحنا بنفرطن هدول مسلا انه الشخص مناسب مسلا ياخد معلقة صغيرة من هاي العشبة. من هاي الفطور. الفطر الريشي. تمام? هو نوع يعني بالنهاية من انواع الفطور. تمام? اه ادك تجي مسلا انت تعبي هاي المعلقة ممكن يطلعوا سبعة اثمان حبات. تمام? اه فما في داعي يعني الشخص انه يقارن بالاضي او يرتعب لكمية الحب. لا. هي ان شاء الله يعني مكملات غزائية طبيعية. اه طبعا المكملات تنعطى من عمر الطفل الذي يبدأ بالاكل لجميع الاعمار مع مراعاة الكمية متل ما حكينا بالتدريج. فانه كمان هي شغلة اه يعني اه احيانا الاشخاص بيتخوفوا. هو اكيد الحق معان خصوصي الامهات انه هاي مسلا اه انه حبوب شو لنا نعطيها للاطفال? لا الحمدلله هي اه مكملات طبيعية حتى تحت يعني اشراف المنظمة الصحة العالمية شفته منظمة امسان عم تعطي الاطفال الجياح حول عالم السبيرولينا وحتى الفطر الريشي اه خلاص هنا مصنفين كغزاء وليس كمكملات تمان? اه اه بنعطوا الطفل من عمر وقت يبدأ اه بالاكل وقبل قبل مرحلة الاكل ومرحلة الرضاعة خليني اقول كتير مهم الام اصلا تاخذ الفطر الريشي والسبيرولينا اه ايضا متل ما حكينا اه طبعا الكوكوزي اللي هو كتير مهم في مضاف الورجيال هو بيعمل على اه فتح الشهية بيعمل على اه اه رفع المناعة لانه في فطر الريشي الجيال اه التحليل قبل وبعد متل ما ذكرنا كمان اللي هي عم اه يتابع الحال والشخص ما قبل وبعد يعني مع استهلاك المكملات اه هي اليوم كان حديثنا على الفطر الريشي يعني ما شاء الله شفتوا قدش اه له فوائد ويساعد على اه اعادة ضبط الجسم فانا بنصحكن اه برمضان ايضا كتير مهم تستمروا عليه الاشخاص اللي مثل ما حكينا هني هنا الشخص متعود على الفطر الريشي اه يزيد الكمية شوي لانه اه صراحة اه الفطر الريشي احيانا هلأ بيبلش لانه الجسم طول ونهار عم يضل بلا اكل ويبلش الجسم يحرق اكتر اه يحرق الدهون يطلع الشغلات اللي متخزنة بالكبات فشوي الهرمونات بتتخربط صراحة برمضان الهرمونات بتتخربط اكتر ما هو شائع عادة انه بتتنظم تمام خصوصي لذا استييدات تمام بيصير عندهم خربطة هرمونات فالفطر الريشي بيساعدكم اكتر عتنظيم الهرمونات والانه الجسم يقوى تمام اما اللي بدا يبدأ اه بالفطر الريشي كاول مرة لا يبدأ فيه بالتدريج وان شاء الله يعني بيزيد بالكمية بالتدريج وبيعود فيما بعد بعد رمضان اه بالنسبة للاخت اللي سألت اه عن نظام غزائي صحي طبعا انا من كم يوم شاركت لكم اه نظام اه بحبنا وهل الجميع يعني انا هلأ الشغلات اللي بشارك لكم اياها يعني هي مو مو اجتهادات شخصية يعني الحمد لله رب العالمين انا تعلمت من اخصائيين وعم شارككم فيه تمام اه فهذا النظام الغزائي الصحي هذا بنعطى من قبل دكاترا تمام ازا بتسمعوا فينا دول المسلا المسلا اشخاص بيكون بدان ينحفوا فبيروحوا عند دكاترا مختصين بالتنحيف تمام بيعطوهم نظام يمشوا عليه تمام فانا هاد النظام اه بينصحوا فيه الاطباء تمام حشارككم فيه الاشخاص اللي هفعلا حابة تنحف برمضان وما تسمن فيه بازن الله تمشي عليه وتستفيد تمام اه كبداية تمام اه يبدأ الادان اه على سنة الرسول عليه السلام كمان اكيد منمشي موين وتمرة تمام او ثلاثة تمرة تمام اه الشخص مسلا يكون متوضي جاهز يروح يصلي صلاة المغرب ويرجع هون بيكون اه الجسم اتهاب اربع خمس دقاية انتظر موين وتمر مشي مشي الجسم اتهيأ الكباد الكلاوي المعدة انه تم الافطار ونزلت الموين والتمر طبعا التمر فيه سكر لكن بيمتصل الجسم بشكل كتير بطيء فما حيرفع الانسولين لدرجات عالية اما اي شي بتاكلوه غير التمر حيرفع الانسولين لدرجة كتير عالية حيلخبت الجسم تمام هي نقطة اه بعد الصلاة يعني تريحه فقط اه قريب الخمس دقايق يعني مقدار تترك ع صلاة المغرب تمام اه بعدها تبدو بالشوربة تمام زبديد شوربة بعدها صحن صلاطة صغير بعدها تبدو بالاكل تمام هاي بهاي الحركة حتقل كمية الاكل اللي انتو حتاكلوه للنص تمام طيب بعد اه بعد السلطة اه بيجي الاكل هلا النظام الصحي الغذائي اللي الشخص لازم يمشي عليه يأكل نوع واحد من الاكل تمام يعني اما تكون الوجبة كاملة من النشويات او مسلا اما وجبة كاملة من الدهون تمام هاي النظام الصحي يعني الدقيق خلينا نقول مية بالمية تمام طب اللي ما بيقدر يلتزم انه مسلا اجباري مسلا من طبخة جمبرز مسلا اه يعني دهون ونشويات دهون ونشويات وصراحة ان احنا يعني تعودنا على هذا الشي تمام اه خليني يقولك اه اه اهم الشي تبدأ بالسلطة اه يكون فيه وقت بين المي والتمر بعد الصلاة بعد السلطة بعد الشوربة بعد السلطة بعدها طب انت اه اخدت كزا نوع من الاكل بس بهاي الحركة يعني حتما حتما حيقل حجم الاكل اللي انت حتاكله السعرات الحرارية للنص تمام فبهاي الحركة ان شاء الله انت ما بتروح لزيادة الوزن تمام الشخص حيروح لانه اه وزنه ما يزيد طبعا اه الاخ اللي كتاب الابتعاد يعني هذا اللي بدي يروح للتنحيف ويمشي على نظام غذائي صحي اكيد بدي يبعد مسلا عن الخبز عن السكريات عن الحلويات اه عن الشغلات البديهية اللي هي بتسمي تمام اه بالاضافة مسلا هلا خلاص فطرنا اهم شيء اهم شيء ايضا كمان العصائر لو حتى كانت صحية ما تنشرب فورا عال اه على الادام تمام اه اجلوه لبعد الاكل قد ما بتقدروا تمام مسلا هلا بعد الاكل بنجي مسلا بناخد القهوة السوداء القهوة السوداء هتكون بعد الاكل الاكل كتير منيحة كتير الى فوائد هتساعدنا بالهضم تمام ها اه يعني كتير هتفيد الجسم بعدها مسلا يلا بنبلش بالعصائر بالعصائر الصحية طبعا انا بنصحكم العصائر الصحية وتنضيف عليها اه مثل ما حكينا السبيرولينا مع العصائر كتير طيبة تعطي طعمة مميزة غير طعمتها يعني العادية هي وقت بتكون لحالة اه ايضا شو بقدم قدم نصائح كمان اه هلا فيه للاخوة كمان اللي سألوا مسلا شو افضل طريقة لاخذ المكملة تمام اه طبعا يعني هنن طريقتين طبعا ما لنغم يعني ما اظن خيار ثالث تمام اه الاول الطريقة الاولى اللي حابب ينحف حاله اه متل ما حكينا قبل بشوي هو فطر مي وتمر وراح يصلي بامكانكم مع المي والتمر تاخدوا المكملات الغزائية تمام شوفي انتو حابي شوفي عنكن شو حابين تاخدوا مسلا اخدتوا فطر ريشي سبيرولينا مسلا اه الكورديسيربس عرف الاساد تمام اخدتوهم ورفتوا صليتو تمام هون صار انتو عنكن وقت عم يدولوا هاي المكملات وبنفس الوقت هي اكيد كما بتعرفو هي ما فيها سكر فهي ما هتأزي او بتنزل تطلع لكون الانسولين لدرجة عالي تمام واكلته في الطريقة الثانية كمان اللي مو حابب ياخدها كبداية اه ياخدها بعد بعد المغرب بعد الافطار مسلا مساعدة تمام شربت القهوة بلشت تهضم عم تاخدها مع العصائر تمام اه تاخد المكملات ضفت السبيرولينا مسلا خمس حبات عشر حبات لها العصير بعم تشرب طول الزهرة كمان هي طريقة حلوة بس انه مثل ما حكينا يفضل مسلا قبل السحور بساعتين اثلاثة تكون اخد كل المكملات مشان بعد يكون فيه وقت انك انت عم تشرب مي تشرب اه عصائر سوائل مشان يساعد جسمك على هضمة وحرقة وان تدخل الجسم اه تشتغل صح مع السوائل يعني ما نختم فيها السحور تمام خصوصي السبيرولينا اه هاي يعني ان شاء الله ما كون ننسيت شي هي النصائح اللي حبيت اقدم لكم اياها ازا فيه شي اسئلة اه تفضلوا المايكات مع مع الجميع طبعا ما اعتذر من الجميع انا صدقا ما ابدأ كتير بالتعليقات حتى بتشوش اه بتشوش ازا بدي احكي واقرأ وامشي بعد التعليقات فازا فيه مشاركات في اسئلة اكيد ناخد الاولى اللي هو حيفتح مايك ويتفضل معنا للاخوة والاخوات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيفكم امران الحمد لله رب العالمين اهلا وسهلا تفضل بس سؤال صغير ممران من تقريبا من شغلة اسبوعا واحدة من الاخوات حكت على طريقة خلطة بس صراحة ما رد يعني ما بدي اعمل هلا مشان ارجع اتكد من عندك صابونا اثنين والمعجون واحد حكت وكريم والشاي والزيت والمرطب آآ ثلث معالق بثلث معالق تمام وصابونا اثنين ومعجون اثنان واحدة يعني انو من قبل يعني سمعت احد جربها هيش ذاني مشان ما يعني ساوي شي واعطي احد مني يعني ما جربتها. نعم هلا اه شوفي والله وقت الاخت انا بتذكر وقت تشاركونا بهي خلطة هي وقتها مجذرة مخلطة. كتبوها لك. نعم جذبت الخلطة ما شاء الله في يعني يعني فوائدها عم تكون كتير حلوة عم تعمل مبيعات منها بس انا المقادير بالضبط ما حفظتها صراحة صابونا اثنين ومعجون اثنان واحدة والباقيات معالق ثلاث ثلاث بس يعني قليلة كأنو. تمام. ما يعني انت حضرتك جربي هي القصة نظرية تمام جربي وخلطية. هو انا بدي يعني واحدة. والاكثرية بديهم يعني تبيض وصفاة. يعني ما حبيت يعني اجربها وابيع دغري يعني الا اسأل اتأكد منك يعني يا اما جرب. نعم. طب اذا تكون كثيرة يعني هي تشذ مقاديرها يكون شوية ولا يعني يعني ازيد شوية من حال ما اعرفش قد يعني. نعم. اه مثل ما قلت لك. هل انسي مثلا خلطية مثلا طلعت كثير سميكا ممكن كريم الاولافيرات زودي شوي زيت جانا شوي لحتى ان تصير بال يعني بالاى القوام المناسب تمام. والاستخدام مشان يعني اذا حدثي يعني كم مرة بالاسبوع يعني. كل يوم مرتين ثلاثة قبل النوم كتير مهم. تمام. اه. لان من قبل ما رأيقلت مرتين بالاسبوع. مرة طريقة خلطة. كيف يعني بس مرتين بالاسبوع تستخدام؟ لا هي خلطات مثل هاي كل يوم تستخدام عادي لانه هي اصلا مواد طبيعية وطرية على البشرة. يعني سهلة. ما انه والله مسلا بتعمل مسلا آسار او مسلا آسيا على البشرة نستخدمها بشكل قليل عرفتي. والغسيل بس سابون يعني السحم كمان ان يغسلوا بها على طول يعني. نعم اكيد. اكيد. ماشي. عافي يا رب. الله يعافيك يا رب. اهلا وسهلا. من حابب يعملنا مشاركات اه على رمضان والصيام تفضل? القهوة السوداء اللي هي مناسبة للاطفال بعمر ادعاشر سنة. اه طب الاخ اللي عم يسأل هاد السؤال انت شو الغاية بدك تعطيها لطفل بعمر ادعاشر سنة? يعني اكيد في بديل. تمام? يعني انا صراحة لا يعني بعمر ولادي هيك ما بعض القهوة لكن في بديل. يعني انت ازا غايتك مسلا انه مسلا طفل. اه للتنحيف تستبدله بالفطر ريشي والسبيرولينا. تمام? اه القهوة السوداء. القهوة السوداء هي ليش بتنحيف? لانها فيها مخلوطة بالفطر ريشي. تمام? عم تساعد على اه تنظيم الهرمونات وحرق الدهون حرق السموم لبرة. تمام? عم تساعد على الحرق. تمام? اه اه فلا للاطفال عم سنا انا نظم لن الهرمونات اه وغزاء من خلال السبيرولينا والقهوة السبيرولينا والفطر ريشي. اذا ضفت عليهم ايضا كمان عصير المورنزي كتير مهم. صراحة اه كتير كتير مهم عصير المورنزي للكبار والصغار. لانه هو من احد فوائده كتير مهمة باوي حمض المعدة بنظم الهضم بنظم الامعاء مضاد التهاب بيرفع المناع تمام? فعطيل الطفل المسلس الذهبي هو ايه? اه جمالا هذا المسلس الذهبي حينعكس اه على الصحة للاطفال. مين حابب كمان اه اشاركنا? اه وياكم يا رب. السلام عليكم امامي. عن رمضان وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا. رمضان مباركة ان شاء الله. عليكم يا رب. وياكم يا رب اهلا. والله خليكي. السبيرولينا والفتر الريشي وعصير المورنزي طريقة للتنحيف. لازم يكون في شرح ام امرأة مشان واحد يعرف فيه اللي يريد يسمن وفيه اللي يريد ينحف. نعم. اه هلا شوفي عادة للتنحيف تمام? احنا بنقول لهم مسلس التخصيص عادة اللي موجودين بالشركة اللي بيساعدوا على التنحيف القهوة السوداء. السبيرولينا الميكوفيجي. تمام? الميكوفيجي كمان كتير رائع. في عدة عشاب مخلوطة مع بعض. اه وجبة متكاملة. ممكن يستغنى يعني بدل وجبة عشاء كاملة. تمام? ممكن يضاف للبن يتاكل كاكل. ممكن ينضاف للسلطات. جدا رائع. بس نحنا هنا بتركيا مو موجود الميكوفيجي. تمام? فعن ناخد السبيرولينا والقهوة السوداء. تمام? اه للتنحيف اه بيتاخدوا يعني الشائع اكتر. وان الشخص يستفاد منن اكتر قبل الاكل. مسلا بنص ساعة مسلا شربنا القهوة. تمام? بعدها بربع ساعة مسلا اه اخدنا السبيرولينا. تمام? بيجي بعد وقت الاكل. مثلا احنا اخدنا كمية منيحة من الفيتامينات. البروتيني موجودة بالسبيرولينا. فكمية الاكل حتقل. حيصير في صد شهية. تمام? اه بصير للشخص عم يأكل اقل. بس بنفس الوقت ما عم يأثر على حاله من الفيتامينات والغذاء الصحيح. تمام? اه هي بالنسبة للتنحيف. للتسمين اه ناخد سبيرولينا بعد الاكل. بعد الاكل مثل يصير مثلا غذاء فوق غذاء. اكل الشخص اه اه شبع ورجع بعد اخذ سبيرولينا. تمام? اه كمان اه ممكن الشخص ياخذ كمان الكوكوزي. الكوكوزي اه طعمته كتير طيبة. مضاف له الفطر ريشي. وبيعمل على فتح الشهية. تمام? تمام اكي اهلا وسهلا. شكرا. العفو اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شكرا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وين مشاركات السيدات? بس ما يكونوا. السيدات ممكن تعبنين من السيام. يا خوفي ان يكونوا رايحين وراء المسلسلات. من من شغل من شغل المطبخ. اهلا ام عمران ابدا. صحة فطورك يا غالية. وفطورك يا رب اهلا سهلا اخطوصي. الله يخليك. اهلا فيك يا حبيبتي. لا ولا حبينا نسمع نبقى نسمع لك اهلا اكتر ولا اقل. وخلينا قلت ممكن اهلا مشاركات من اخوات الجديدات. نعم نعم. هناك شيء كمان اربما. فضل. في واحدة عم تشتكي من السابونة يعني اول مرة. السابونة عم تقول انه صار بيوشها قشر وحب هيك عم يطلع. اه على فكرة يعني احيانا بيصير هيك هي تنظيف اه يعني تنظيف اه سموم تمام. هي الطبقة الاولى عم عم تطلع مسلا تنظيف للخارج تمام. فهي ممكن تكمل مع استخدام الكريم جرت الشاي. اه مسلا مرتب لولوفيرا تمام. ازا هي لسا حابة تمشي على الطريق الصح اكتر تستخدم المكملات من الداخل مشان تنظف تنظيف صحيح من الدجوة. انا طبطت لها اه فهمتها نفس الشيء. طبطت لها انه الشيء الداخلي عم يطلع يعني عم تنظف الحداف اليين وبعدين رح تصير مضبوضة يعني. عم تاخد سبيرونين او تاخد الفطر ريشي وهيك شيء رح يصير يعني اه تساوي بال بالمكملات. حتى بالصابون انه ينظف داخليا وخارجيا. بس هي خافت عم تقول انه خفز منه لما صار يطلعبوش يحبو تقشير. يعني شافت عم تكمل به. نعم. اه هي تستخدم مع المرتب الأولوفيرا كريم جرت الشاي تمام. لانه الصابونة هي فيها يعني طبيعية فيها الفطر ريشي. الفطر ريشي عم يعمل على تنظيف عميق تمام. وتقشير. نعم نعم. اه بدنا مشاركات للسيدات عن اه رمضان. غزاءهم برمضان. عن تجربتهم بالمكملات والعصائر. مين بيعطينا مشاركات حلوة? اخت ليدي ازا عندك انت حضرتك مشاركة من خلال تجربتك اكيد تفضلي. سلام عليكم. والله انا سويت يعني مش اتفضل اخي يلا تفضل. انا بس العفو منك اختي فيه اخ عم يسأل انه. تفضل تفضل. غسيل الكلة او مرض الكلة. المكملات في مسلسة ذهدي ومقلي شعير وبقدونس. يكثر منها اذا مو صايف يكثر منها بالنهار يعني يشرب خمس كاسات ست كاسات. ان شاء الله بإذن الله يبطل غسيل الكلة. ان شاء الله تعالى. الله يزيك الخير والله. يعني انا باية جواب الاخ ما شاء الله. جاوبنا عن تجربة يعني عن تجربة بعد سنوات بالمكملات اللي قاله. الشعير والبقدونس. وايضا بس كمان اضافة الكورديسيفس. كمان كتير مهم للكلاوي. هلا الاستاذ محمد هو بفريق. الله يسعد مساكي اختنا مع عمران. الاستاذ عبد العساد. انا قلت له يتواصل معي على الخاص. وانا رح اتواصل معه وقل له على الوصفة هي بالذات. وانا عب بوصف له الخماسة مع الخلطة الشراب الشعير مع البقدونس. نحن ما منسى هذا الشيء. تمام. دائما. دائما وقت اللي اللي بنوصف الخماسة لازم نعطيهن طرق الاستعمال كمان. ما نجي نقول له والله هذا الخماسة خلاص روح خده بعشوائي وخلاص انتهى الموضوع. تمام? نعم. نعم. تحياتي للكم. اهلا وسهلا. الله يزمن الخير يا الله. تفضلي اخت ليدي. الله يزيد تفضلك. انا من قبل لمو حكيتك انه في عندي يعني يعني بالمعدة. عندي مشكلة بالمعدة. هلا عم سوي عصائر من دون اسيد يعني ما فيها بالعربي ما عرشو الاسيد. شو تقولونه? الاسيد اللي بي الحمديات. الحمديات اللي يكون بالبرتقال والليمون. انا ما يعني ما استعملهم. هلا عم سوي عصير خيار وبعدون يعني شيء طبيعي ما احط هدهم بيهم الحمديات. وحط بيهم سبيرولينا وحط بيهم الفضل ريشي. وامسوي كعصير يعني. نعم. بعد الاكل اشعر بكعصة كاسيل. وكمل بطوري يعني عادي. حلو رائعو. كيف لقيت النتيجة? احسن نعم الحمد لله احسن. حتى صار يعني في عندي قوة جسمي ممت رقب. الحمد لله. حلو رائع. رائع. ما شاء الله. شكرا لك كتير. تفضلي اخد ام صحيب شاركينا حضرتك كمان. شو شو قلتي اختي ام عمران? اه عم قول اخد ام صحيب شاركينا حضرتك كيف لانتي عم تستخدمي رمضان اه بلا العصائر المكملات خلال يعني كيف انتي عم تتغذية قبل الابل الاكل بعد الاكل العصائر. اكيد لا لا قبل قبل الاكل لاني انا شخصيا تعرضت لفترة تاع زيادة وزني في وقت كورونا اختي نعم نعم عارفة للاجتياح تاع كورونا كنا في البيت وكي وكي متل كل العالم ككل يعني الكون في الموادك يعني ما كان خلا طلعه ولا شي يعني الوزن. الان يعني احب كل ما هو يعني يعني لخسارة الوزن. اكيد لابد استعمال كلها ما قبل الاكل يعني في البداية. يعني والاختي ام عمران العصير اللي حكيت عليه الاخت الان يعني تعال الخيار والبقدونس ورائع جدا هذا موية القوة هذا طاقة اضافة الى التخصيص يعني راح اي دهون من الجسم راح يزيلها يعني تماما. هو رائع جدا هاد المشروب اللي عملته الاخت ليديا. نعم نعم صحيح صحيح لك. اه تمام شكرا كتير اليك اخت ام صحيح. والعفو العفو منك حديدتي شكرا. استني يا رب. هلأ انا معي تقريبا بقي معي دقيقة وحدة. صراحة هنا هلأ اتذكرت مبارح انا بعد ما نهيت الفقرة لقيت تلات اربع تعليقات يعني انا هلأ معكن باهتم بالمشاركات الصوتية تمام? لانه التجارة ما حت يعني تنكتب ولا حتة الاسئلة حتنطرح منيح بالكتابة تمام? فالاولة تشاركوا بالصوت. اه انا مبارح بعد ما خلصت فقرتي. ورجعوا دخلوا القاضي. اه لاحظت بعض تعليقات تلات اربع اشخاص عم يطلبوا يعني اه عن الغدة تمام? فانا هلأ حانهي بهذا الجواب تمام? ان شاء الله منكمل معكم بكرا. اه بالنسبة للغدة الغدة الدرقية مثلا اه كسر الغدة الدرقية او نشاط الغدة الدرقية. يعني انا بحب اقول هاي اكتر شي بتصيب السيدات اه هي كتير اه طبيعية وكتير شائعة خصوصي بتبلش مع السيدات اه بالتراجع اه بشكل عام الهرمونات كلها تبلش تنزل اثمانا وعشرين ساعة وعشرين سنة ثلاثين بتبلش بتنزل بنزود تمام? الهرمونات بشكل عام تبلش تتلخبط اه اه ما تنفرز صحيح تمام? فبقول يعني بقلكن انه هادا شي طبيعي تمام? بس بقى هون لازم بقى انه شخص يدير باله على صحته اكتر تمام? يعني انه الجسم يبلش عملكم خلص تمام? اه احد الشغلات المهمة اللي بتأثر على الهرمونات وعمل الغدة اللي هي الاه الاخذية اللي فيها مواد حافظة تمام? اي شي مواد حافظة مسلا خلينيقول الفول اللي مسايا بيجي بعلاcc الطونassridine هدول بيجي فيهم مواد حافظة يعني اي شي معلبات تمام? اه الادوية الهرمونات تمام? اه مثلا هلا اللي معه الغدة وعم ياخد حب اه حب غدة ها ما يوقفه لازم تمام? اه لكن بياخد المكملات الغذائية بيدراج بيستمر عليهم شوي شوي مع مع متابعة على التحليل وعند الدكتور بلاش يخفف العيار لان شاء الله يتخلص من الادوية وطبعا في كتير حالات قبل هالمرة ان كان كسر او نشاط اه كسر او نعم عم يتخلصوا من الادوية تمام? طيب شو هي المكملات الغذائية اه للغدة? انا يعني هعطيكم هلأ اكتر شي ممكن تستفادوا عليه ضغري هلأ برمضان خصوصي هلأ برمضان اه ترى هاي معلومة كمان اه متل ما قبل بشوي حكيت الخصوصي للسيدات هلأ بالصيام تمام? اه الغدة كل مالة بيتخربط عمله كتير تمام? اه اه فمسلا اللي معه كسل اللي معه كسل الغدة الدرقية ياخد السبيرولينا وفطر ريشي ومرنزي تمام? خليني اقول مسلا اهم شي مسلا كمان يعني السبيرولينا والفطر الريشي تمام? السبيرولينا بتعمل نشاطه منيح للغدة الدرقية وخصوصي مع الفطر ريشي تمام هو حينظم العمل وبرجع باكد اللي ما عنده تجربة قبل يبدأ فيهم بالتدريج اللي عنده تجربة فيهم وجسمه متعود يكسب فيهم خصوصي هلأ برمضان تمام? طيب نشاط الغدة الدرقية لا اهما شي اهما شي الفطر الريشي اللي معه نشاط غدة الدرقية اه الفطر الريشي والمرنزي يبدأ فيهم متل ما حكينا اما تدريج ازا عنده تجربة لا خلاص يكسب فيهم تمام? اه هاي احد الشغلات والقهوة السوداء كتير مهمة للي معه هيك او معه هيك تمام? قهوة السوداء كتير كتير رائعة تمام? اه اه ان شاء الله ما اكون نسيت شي يعني هي ما بعرف كان كمان كان بدي يقول شي نسيت يعني هي الشغلات المهمة اه ان شاء الله يعني اه بظم ما نسيت شي دقيقة شوي لشوفت التعليقات نعم هدول اهم شيء اكيد اكيد السكر العصائر يا ريت المطبعية نستغني عنا فعلا متل ما تصدر انا قبل ما ادخل بالمشاركة كان الاستاذ احمد عم يحكي كتير شغلة حلوة اللي انا يعني دائما كمان عم اكد لكم عليها فعلا عصائر دي اكس ان كتير طيبة وكتير رائعة واذا خلطوها ما بعض عم تعطي طعمات كتير رائعة وطعمات جديدة يعني مفيدة تمام? متل الروسيال كمان وقت بيتمدد مسلا نضيفوله نعناع المورنزي مسلا نضيفه مع بعض كمان معلقة من العصير الكورديبان الكورديبان كتير مهم كمان عم يعطي طعم كتير رائع للعصائر فهي الشغلات النصائح اللي ذكرتها ان شاء الله كون قدرت في لكم فيها اه خلينا ننهي الفقر اليوم بكرا ان شاء الله مكملين معكم يا ريت بكرا يكون في مشاركات اكتر مثل العادة ما شاء الله للسيدات يشاركونها برمضان بمكملاتهم كيف عم ياخدوا العصائر اه كيف عم متأثر عليهم عم تفرق معهم كيف فرقت معهم مع ولادهم يعني الحمد لله رب العالمين انا اه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الولاد عندي ماشيين بالصيام الحمد لله بشكل كتير منيح اه عم ياخدوا سبيرولينا للعصائر الصحية الطبيعية يعني بعد الاكل عم حاول ما كبتر لهم سكريات اكل حلو عم حاول اعطيهم صحن فواكي شاء نوازل لهم غزاءهم وما يجيعوا اه تاني يوم كتير اه مين من القادة حابب ياخد عني تفضل شكرا كتير ام عمران شكرا كتير اللي عافو اهلا وسهلا ما بعرف اه ابو عمران خلص التسجيل صوت خلص خلص تسجيل فقرة الاستاذ نادر هلأ الله يعطيك العافية اختنا ممران ما شاء الله ما اصرتك اه ما بنعرف اذا الاستاذ نادر جاهز ولا موجهز طبعا هلأ اه كتيرين الموجودين معنا ما شاء الله سواء من فريقه او من غير فريقه كلياتنا نحنا عم نعمل تدريب مسائي بننصح الجميع انه لا تجي لحالك متل ما قال الاستاذ نادر دائما نجيب اعضاء اه فريقك حفزهم اه خليهم يحضروا هاي اللقاءات ليش انه تدريب الاستاذ احمد وتدريب الاخت معمران وتدريب الاستاذ نادر تدريب احترافي ما شاء الله يعني كل هذا التدريب كلياته راح يكون لصالح وبخدمتكم تحياتي للك استاذ نادر اللا هو بياكم طبعا انا كنت بنوص الصوت لاني عبسجلكم تسجيلة على منشور مهم من استاذ نادر عثمان نزلت على التليجرام ايضا تسجيلة مهمة فكتا عبستثمر الوقت انتوا عبتدربوا هون وانا عبدرب على التليجرام طيب اه طبعا انا اتمنى من الجميع بعد ما اخلص اللقاء تسمعوا التسجيلة نزلت على المنشور وهم نزلت على التليجرام الخاص بحلول العقبات العمل مع مشوات دي اكس اين هاي التسجيلة الصوتية بما يخص امر مهم جدا 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 انه كثير جدني مباركات الحمدلله رب العين بعد ما الله سبحانه تعالى وهب لألنا التسخير السيارة انه مبروك استاذ نادر وكذا وعلمنا وهذا طبيعي جدا وانتوا ايضا سيحصل معكم مبروك استاذ نادر اش مبروك ولو متأخر الله يبارك بعمرك تسلمي طبعا هذا سيحصل معكم جميعا بكرا بتشوفوا كلامي انه بس ان شاء الله تعالى بلشتوا بتصعد رتب بلشتوا يعملوا ارباح وبلشوا يسافؤولكم وبلشتوا تعملوا وانجازات وتحصلوا على مكاسب الكل حيراسلكم اعضاء جدود كثير كثير ستتفاجأوا انه الناس بحاجة نجاح استاذ كيف علمنا هذا شيء مشروع اساسا الانسان يطلب العلم حتى اللي يرسلوني مشروع لقلون يراسلوني انه طلب العلم هذا فانا شو عملت جيت الى سجلت صوتي الحمدلله رب العالمين بالاسباب ان شاء الله تعالى ان شاء الله الناجحة للحصول على انجازات متل هي بسيطة مالا صعبة مالا صعبة بإذن الله فبتمنى من الجميع ايضا بس خلصنا اللقاء هذا تتابعوا قناة التليجرام بإمكانكم حتى بالبحث تشوفوا انا حضط لكم الرابط تبعه اسمح لولي عقبات العلم مع مشروع دي اكسين عب شارك فيها مهارات السنوات كلها هاي الحمدلله رب العين مع دي اكسين وانا بأكد لكم يا سادة يا الفاضل يا كرام انه فعليا يلي بيطبق الشي اللي انا بيوصفه بهاي التليجرام لانه هاي الحمدلله عصارة عصارة الخبرات يعني لحينجح لحينجح لابد بس باستمرار طبق باستمرار يا اخي واختي ما في شيء بيجي الا بالاستمرار ومن يستمر شو يصل فازأل الله انه يكون ان شاء الله تعالى النجاح حليف الجميع وهذا اساسا حق مشروع من حق الانسان انه ينجح والله سبحانه وتعالى يدعو الانسان لمغفرة ويدعو الانسان لجنة بالدنيا والاخرة ولكن اللعين الشيطان يدعوه للفقر والنفس للأسف امارة بالسوء تستجيب للشيطان شو اليوم اللي بيخلينا فعلا انبعد على هذا اللعين اللي بيخلينا فعلا فقراء وما في فقر الا خلفه الشيطان تراها ما في فقر الا خلفه الشيطان يا اما طعنا نفسنا بالتكاسل والتقاعص عن العمل والعبادة يا اما النفس طاعة الشيطان بمخالفات معينة الله يا ربي بعد عنكن وعننا المخالفات فاصبح اصبح صاحب المخالفات فقير يقلب كفيه كيف انجح عطوني اسباب انا كده عم بيحكي هلا بالتسجيل الصوتية عن الغرب بيضحكوا بيضحكوا والله بيضحكوا والله العظيم بسخر من الرقد بيسمعون الغرب بيضحكوا اغضين السببية والعلمانية يا لطيف والبيجي كمان فئة من امة محمد اللي بتسبح وبتوحد بيقول لك الكفار اللي بتقولوا عنهم كفار صنعوا جوال وكأنه يدعوا للكفر يا زلم وكأنه يدعوا للكفر لك دول ربك حدثك عنه اللي فتح القرآنك لعرفت اساسا ليش الاسباب ما شي معهم ما ربنا سبحانه وتعالى حدث عنهم قال 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 لك قال لك أنا من اراد الدنيا بمعنى الآية لح اعطيه اجرها ولح اعطيه كل شي تمنى بالدنيا ما حق اي سبب اليوم اللي بيكفر بالله سبحانه وتعالى وبالقرآن اي سبب بيبز له صاحب الكفر هذا بينجح فيه بالدنيا لأنه الله ما بده يخلي له حجة يوم القيامة تعال لقلك اخي انت سهرت ساعتين انا اعطتك بداله انت اعملت مشروع نجحت لك مشان ما تجيني يوم القيامة لك عندي شيء اما المؤمن لا ما بيمشي الحال هي ايمان وعمل واشراك ومخالفات وخوض ومستحيل لأنه بعهدة الله فكمان ايضا هاي من اليوم يعني انا آسف والحماقات اللي موجودة عند بعض المتعجلين من امتنا الكريمة العظيمة يلي بيقلك الغرب والله نجاح هذا النجاح اللي شايفينه الفقاعة لحتشوفوه عمي 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 مو عم ينفس عمي عم يفجر مثل البالون شلو البالون اللي بينتفخ نفس الشيء اما لحنا نجاحنا الحقيقي لحنا نجاحنا المستمر بالدنيا وبالاخرة يلي فعلا عنده رسالة بالدنيا وبالاخرة عنده رسالة حقيقية عنده تنمية لنفسه تنمية لمحيطه باصم بصمة عظيمة بالناس غير سلوكيات فيه للأفضل غير بنفسه غير بأولاده غير بزوجته غيرت بزوجه غير ببيته غير بأهله غير بجيرانه كان قضوة حسنة الآن مين عنده تعالوا مين عنده اليوم الجرأة يطلع بالباص ويصلي على الكرسي تعرف شو بتعمل انت بعد الفترة اذا بتكرر هذا الشيء لح تلاحظ انه صار فيه مين يصلي على الكرسي وهذا مشروع للمؤمن والمسلم واللي هيفوته فرض الصلاة انه يصلي أمام الناس تخيل نفسك قاعد بمترو فيه خاصة اللي موجودين بصطبول يعرف شو يعني مترو اللي موجودين بقوا ربما معناه لأ مترو كلا ياتوا فحش وتفحش وانت قاعد تصلي انت اول شي بتقول بالنفسك وين دقوا هلا بصير صخرية ايه معلش جرا لح تصير قدوة لكتير ابصم بعد من الناس حتى تبلش تتجرأ يقول لك والله انا بصلي بس كنت اكل هم جمعين ناس صلي بس والله شفت مين عم يصلي حيصلي متلا على الكرسي وهذا مشروع على فكرة وفيه بفضل الله سبحانه وتعالى رخصة رخصة للمسلم اذا هيفوته الوقت يصلي على الكرسي بالباص تمام طيب انت بصمت مين 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 بدأ يبصم بالدنيا احنا ممحسين بس على المال يا جماعة المال سهل سهل يا جماعة اخذوها مني سهل سهل والله المال سهل فضل الله علينا سبحانه وتعالى ميسر للمؤمن بس اهم شي العوامل المحيطة التي سوف تنجح عملية جلب المال وسوف تنجح عملية انفاق المال لانه جلبه حالي وانفاقه حالي اخرى يعني ممكن مؤمن اليوم يجيب مال بالحلال بس لكن هذا المال يهلكه يجعله متكبر يجعله ينفقه بالليلات سمح الله باشياء الله ما يريده او ما يورثه تخيله شخص والله يعني والله مبارح مارع على سبحان الله الله يجعلنا من المتفكرين على تفكر بالقرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى ذكر الميراث بتفصيل اخر شي قال ومن يتعدى حدود الله شو يا الله ندخله نارا خالدا فيها يا لطيف يا لطيف تخيلوا بالله هاي انسان مؤمن عابد طائع جلب المال كتير حسن يعمل انجازات عظيمة بس عنده الموت والميراث كان مفشكل تمام بلش يوصي توصيات مالا قيمة فلانا لا تورثوا فلانا لا تورثوا هذا الصهر ما بدنا يورث هذا كذا وصاهم خلانا يتقاتلوا حط راسهم ومن يتعدى حدود الله شو لحيدخل النار خالد فيها فهون ليش عاب بحكيه اليوم احنا جاينا نبني ثقافة حقيقية للمال المال له طريقة له طريقة للجلب وله طريقة للانفاق وله طريقة للتوريس اذا هذا كان بين ايدينا هدون ثلاثة اشياء اذا كان فيهم خلل بالجلب او بالانفاق او بالتوريس للأسف الشديد فلنتبوأ مقعدنا من النار شو بدك انت اليوم بدنيا فانية اذا انت ما ضمنت حياتك المستمرة عرفت شو الاصد فعملية الحمد لله رب العالمين بفضل من الله عز وجل عملية جلب المال والله ميسرة جدا 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 ولكن نأخذ باسباب الصحيحة العبادة الصحيحة والعمل الصحيح بس والفقير اليوم اللي بتشوفوا انتو تحزنوا انتو تحزنوا متل ما حزن سيدنا عليه الصلاة والسلام موسى حزن لما نشاف سيدنا الخضر عم يخرق صفينة حزن وما استطاع انه ما يحكي لأخرقتها لكي تغرق اهلها حزن لحنا الآن منشوف فقير معتر وتعبان ونحزن انت تعرف هذا ليش هيك فقير انا ما بدي اقول لك انه كل فقير ممنح حاشا لله عز وجل نحكم عربنا بس لعله هيك لعله فقير عقل شحيح بخيل يعامل اهل بيته بأزرة معاملة لا ينفق عليه ولا ينفق على نفسه وقت اجه للميراس تقاطل هو والعيلة كلها تمشان يورد بالمحايلة يعني امور كثيرة كثير جعلت منه فقير تحزن عليه انتو فانا بحكي لكم اليوم من خلال اساسا تجربتي الطويلة بالاعمال والريادة ومشاهدة اساسا آلاف الناس اللي طلبت المساعدة مني وليس المالية المساعدة المعرفية تمام بدي اكس انو قبل دي اكس انو شاهدت سلوكياتهم الفقر بعقل وليس بجيبه الفقر والله فقر العقل فقر بعقله ما عنده ساعة عقل ما بده يعطي بده ياخد بس ما بصير سريع تمام ايه اللي بده ياخد بس ما بصير سريع العطاء قبل الاخذ عند الله هيك بدك تعبد بتاخد تنفق بتاخد تصد الحسنة بعشرة والله يضعف المنيشة صح الحسنة قبل المضاعف ما قل لك يضاعف الله لما الحسنة بعش اول شي بتعمل الحسنة بعدين الله بيضاعف لك امتى ما بتشتريت تمام اليوم اللي عم تبني الفرق تبني الفريق بدي يشوفك عم تحسن لنافسك لفريقك تعلم علم نافع عم تعلمهم علم نافع عم تنصحهم عن جد انا وصلني تسجيلة صوتية والله هي مزرية لأحد القادة عم يقول لواحد من فريقه اشتري ب الف دولار اشتري اشتري والله هلأ فرصة منيحة اشتري ب الف دولار مشان تنجح كاذب والله كاذب ليش يشتري ب الف دولار انا مبارح على فكرة جاني مين عم يستشيرني انضم للفريق حديثا تمام ومن احد القادة بفريقي عم يستشيرني قال لي انه هذا بده يشتري فورا يعمل وكيل نجم قلت له اذا بده يشتريه معرفة عن الصناعة لا ممنوع اذا مفاهم هو وين رايح ممنوع لا وقام رد زوده برقمي رد راسلني واذا كان موجود معنا بنجوه لك تحية رد راسلني قلت له اخي الكريم ليك انت اذا بدك تشتري وفاهم حالك وين عم تدوس بمعنى وين عم تدعس وين عم تمشي انا معك يعني مثلا مثلا انت كشتري اخي هلا والله الله عاطيك اذا كشتري انت هالمنتجات هؤلاء بقيمتهم مثلا حاليا بما انه في مضاعفة نقاط قيمتهم الفين وخمسين نقطة بتركيا اذا انت اصدك فيها انك فاهم الخطة للتسويقية وحابب انك مثلا بهذه المنتجات الله عاطيك تستقطب مثلا ايه والله انا بشجعك بشان تبني فريق اذا انت مثلا حابب انك تشتريه لاجل انك تبيعه لديك مصادر للبيع انت والله بائع عصر اخي عندك والله مصادر تصريف منتجات طبيعية اورغاني تعرف عندك شريحة زبائن يلا تلك على الله بس داك تشتريهم وانت ببالك ان الشهر الجاي انت وصلت لرتبة وتبزغ عليك بالارباح هذا غلط داك تبني الفريق وتعمل مع الفريق وتبني الوعي وتعمل المطلوب منه حتى فعلا يصنع عندك مسوقين مجتهدين وقادة وهو فالحنا اليوم بس حالة بسيطة مثل هاي ايام فعلا تمرع علينا بالامتحان من الله سبحانه وتعالى يعني امبارح ان هذا الشخص اللي عمي راسني انا متأكد ثقته فيني الآن ثقته فيني العمياء لمن شاهد انه نجاحاتي اذا بقل له اشتري باشتري اذا بقل له اشتري باشتري بس ثاني شهر لحي راجعني ومو بس مشاه مراجعتي لانه اللي بده يتحايا اللي بده يتحايا مو ملي اكل هم مراجعتي انا انا اكل هم ربي اللي عمي طلع علي ناظر للي ولعملي ولعملكن انتو فاذا اليوم نحنا عملنا مع الشركة كل ياتو اه اخلاص اه معاملة بناء صحيح لانفسنا بناء للاخرين اعتز اساسا اخي القائد الان اللي عم تسمعني انه الله سبحانه تعالى منعك فرصة تكون امام انه انت الان انت الان هلأ هلأ انت عم تسمعني عم تبني بنفسك الامام بكرة بتكون امام لمليون صح ولا لا بتكون امام لالف قائد حقيقي قاعد ينفع نفسه والاخرين وينصح ويستنسخ فكر صالح ويستنسخ ثقافة مالية صحيحة ويستنسخ عطاء ويستنسخ حب للنجاحات الآخرة اعتز بنفسك حقيقة ولكن اعمل على هذا الجانب اعمل وعزز هذا الجانب بعض القادة انا بحكي لكم نشوفوا اليوم نحنا مع اهم صناعة على فكرة ليش لانه اساسا اساسا صناعة البشرية هيك الاستنساخ يعني الزراري تسمعوا اللهم ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربان صغيرة وبعدين يا ربي بارك بزريتي واغفر لي زريتي واصلح زريتي صلاح زريتك استمرار بعملك الصالح حتى انت وميت فالآن نفس الامر انت تصنع زراري هل تستنسخ فيهم الاحتيال يا سلام تجي يوم الايامة ما عندك مليون محتال في فريقك يا سلام يوم ايامة تجي عندك مليون داعي لله عز وجل وداعي للبزنس الحقيقي الصالح النافع والواضح والشفاف والعمل الجماعي والتكاتف والاقصام بحبل الله سبحانه وتعالى يا سلام فأنت اليوم بموقع حقيقة ما تستهين فيه ابدا يعني حتى الآن اللي بادئين بالقيادة حتى لو كان لنفترض لسه بونسك ارباح معتدل بونس ارباح معتدل متوسط انت ربحك الحقيقي بالاستنسخ اللي عم تعمله يعني بعد فترة حتكون امام للمتقين امام لمن عم يتقي الله برزقه اتقي الله بفريقه اتقي الله باجتماعاته اتقي الله بكل شيء اتقي الله بجمعاته بكل شيء الدي اكس اين يا سادة يا كرام تبعك غير دي اكس اين تبعك كثير دي اكس اين كثير كبيرة يا شباب يا سيدة 16 مليون و 500 الف عضو يا سيدي روح تعال خلي منهم اكتف 10 بالمئة انا مشان كون منطقي خلي منهم مليون و 6 مئة لالذي يعملون دولية بحالة حول العالم كل حدا اخذ الدي اكس اين بطريقته مين اللي اخذها وصفات وعلاجات وراشيتات وكذب على الناس للأسف بطريقة فعلا الله ما انزل بسلطان طريقة انه انا لح اوصف لك وصفة لح اعطيك وصفة لح اعطيك راشيتة ابدأ لحعالجك بالدي اكس اين هذا كذب وافتراء لا مافي هيك شيء ولحنا دائما ما نكرر دي اكس اين منتج غزائي صحي يساعد على التشافي ويساعد على حياة صحية يساعد على حياة صحية يعمل توازن غزاء مثل التمر ومثل العسل ومثل ولكن فعلا غزاء لديه قيمة حقيقية اثبتتها التجارب معنا بفريقنا وخارج فريقنا وتجاربنا على انفسنا وعوائلنا نعم هذا طول ما هذا الاطار انتو في معناته انتو على الطريق الصح ايضا دخلنا معنا شخص نعم حكينا له النجاحات ممكن تعمل المئة الف دولار تعملها بصناعتنا هي صناعة المليونريات ولكن ما بنكذب ومنقول له انت هلأ اذا اشتريت بكذا هتعمل ارباح كذا لا انتك تبني فريق انتك تتعلم معنا وانتك تكون شريك نجاح حقيقي وتجي محاضراتنا وتنشئ فعلا فريق يأتي محاضراتنا وفريق فعلا يبني فكر اكبر الآن عائق بين اي عضو ونجاحه في هذا المشروع هو بناء الفريق اكبر عائق وبناء الفريق يتعثر عندما لا نبني زواتنا ولا نبني انفسنا ولا نبني ثقافتنا اكبر عائق لا نبني ثقافة صحية حقيقية ولا انا قاعد اقول للفريق استهلك وانا ما بستهلك ولا درب وتابع وعب امر فريقي بانهم يستقفوا انا اساسا ما بعمل هيك مستحيل كبورة مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون كبيرة من الكبائر القائد بالمقدمة القائد بالمقدمة حتى شهدت التاريخ على الحروب الاسلامية الحقيقية اللي فيها فتح انه القائد بالمقدمة وهي العصر هذا اللي احنا موجودين فيه عصر الاسف اللي بيعدوا على الكراسي ما في الكراسي وقت اللي على فكرة بالمناسب وقت اللي القى الشعر بسيدنا عمر وقت كان نايم تحت شجرة وقت شافوا نايم تحت شجرة بمعنى الكلام بوقت هذا يمكن رسول فارس هذا كان قال له حكمت فعدلت فنمت فهنقت هذا الشعر معروف كان بوقتها موجودة على فكرة موجود الملوك والحاشية والعروش والخدم والحشم والحراسة اما حدا عم يحكم بأمر الله ما بيخاف بنام تحت شجرة عرفتوا؟ المؤمن ما بيخاف المؤمن ما بيخاف لانه هو اساسا ماشي بقدرة ربه سبحانه وتعالى وماشي بحكم ربه فما بيخاف فالان نفس المسألة نفس المسألة قائد حقيقي عم يأمر فعلا نفسه قبل ما يأمر الآخرين ويمشي صح وعم يبني بنفسه ثقافة صحيحة ما بيخاف من فشاف النجاح حليفه حليفه الآن أنا أعوذ بالله من كلمة أنا بدربوا بتابعوا ويقينا يقينا بالله عز وجل يقينا بالله أنه الله سبحانه وتعالى سوف يرزقني بس وانتهيك أخي واختي يقينا بالله عم تشرحي منتج ما اشتريت منك المنتج اللي بعدها بتشتري أو اللي بعدها الله سبحانه وتعالى بدي يشوف عملك بس هي عبارة عن سعي متل ما عملت سيدة هاجر سعي بين الصفة والمرأة سعي 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 آخر شي طلع الماء تحت قدميها من المكان اللي انطلقت منه الشيطان يعدوكم بالفقر بيلك الشيطان عوض آه والله ما حتنجح والله ليك هاي ما بده والثاني ما بده نعطي خلاص فاشل للمسألة عدي عرفتوا نفس المسألة بنيت فريق الآن فريق صغير أنت أخينا عم تسمعني صار معنا كلاتنا حصل بنيت بالبداية فريق صغير اللي يدخلوا مع منا صدقا وأمانة أنه يدخلوا مع معي أول شهر بالشركة هلأ كلهم موجودين كلهم موجودين تمام منهم اللي تحمس أسبوع وتراكم منهم اللي يشتغل شهر وتراكم طيب وبعدين شو صارت أصبح طريق عالمي باستمرارنا لحنا أنت تستمر وأنت اللي بتكون واثق بنفسك شو عم تعمل اللي من حولك كلهم لو ما استمروا أنت استمر المهم أنت تكون فعلا قائد حقيقي هذا اللي بيوصلك للنجاح تراكم أنا اليوم لما بحكي جايب لكم أرقام ما يعني اليوم الحمد لله رب العالمين نحن نحكي بثقة من البداية على فكرة لأنه أساساً يقول الإنسان ليس شرط يدخل للجنة ليقول للناس في جنة انتبهوا الآن أنتم مؤمنين في جنة عند الله دخلت شيء أنت لا كيف تحكي عنه مؤمن بالله أنه في جنة وأنا بقول لك فيه نجاح فيه نجاح من البداية شايفه للنجاح وهلأ الآن أنا بعد ما عملنا أرقام بالإحصاء والأرقام العام الماضي بالأرقام وسقطهم أكثر من مليون دولار نبيعات وعبوثق نجاحاته للنجاحات بالفريق وبيرتبه وبإنجازاته والتي ترك الوظيفة وهو وهو الآن بعد الأرقام وأنا لا أحاجتها على فكرة بالمناسبة من البداية لا أحاجتها لأنه أساساً الذي يقرأ النجاح يعرف أن يقرأه معنا ولكن الآن بالأرقام النجاح موجود وأنا أقول لك ما رأيت بمرحلتك نفسه ذاتك تمرق بالمحبطين وبتمرق بعدم الجادين وبتمرق بالناس التي تريد أن تكذبك وتخونك والناس التي تريد أن تحبتك والناس التي تريد أن تخرب عليك والناس هذا كل هذا أنت استمر استمر بإخلاصك لله عز وجل بعملك هذه أكبر فرصة اليوم على فكرة أكبر فرصة أنك تريد ربك منك عمل صادق هو العمل الجماعي أكبر فرصة أنك تريد نفسك صادق مع هؤلاء الناس التي تضعوا سقطهم فيك والتي قبل أن يدخلوا معك فيه من الشوق كم ستلتزم معهم بالوقت كم ستعطيهم معلومة صحيحة كم ستكون قائد حقيقي لهم عندك معلومات أساساً يعني شراكة الأرباح اليوم التي تشارك أنت من شركة تأخذها من شركك أنت تأخذها من الشركة ما في حدا على فكرة هون حيدفع لحدها انتبهوا ما حدا حيدفع لا حدفع لأوبلاينك ولا حدفع لأفلان ولا لنادر رسماء ولا لحده الشركة عم تعطي على مبيعات منتجات تباع تحت رقم وضيتك هي تعطي من أرباحها هي فأنت اليوم كم ستكون مخلص بإعطاء معلومة تقاضية أرباحها من الشركة ولا بواحد دولار الآن اللي نزله بورناس أرباح خمسة دولار أنت معني بأنك تشارك معلومة صحيحة لنزله أرباح مئة دولار أنت معني بأنك تشارك معلومة صحيحة وتعطي لأنك أنت عم تأخذ أجرك من الله سبحانه وتعالى وليس لا من دكتور ليم ولا غيره أنا من يومين أتحت لي الفرصة أني أتحدث مع دكتور ليم أمام الجميع طبعا على البث المباشر طبعا فما شعرت أساسا أني أنا عب بحكي مع حدا إلا هو مثلي مثله بشر لا لا يملك لنفسه ضر أو نفعه أبدا ولكن الله سبحانه وتعالى سخر هذا الرجل ليكون الخير يجري على إيده لملايين الناس ومختلف جنسيات العالم بس أما الشعور الحقيقي كان أنه هي الشركة سبحان الله لله عز وجل الله سبحانه وتعالى أزن فيها والله إلا لو أنه الله ما أزن فيها ما كانت ولو أنه ما أزن فيها ما استمرت لو أنه ما أزن فيها مع منا معها بريكة طبعا فنفس المسألة اليوم أنت أخي أنت أختي شريكي شريكتي انظروا أنه أنت أصحاب الشركة أنت أصحاب المشهور أنت 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 صاحب دي اكسين ولكن أنت صاحب دي اكسين جاي اليوم تشارك الشركة بإنجازات متكاملة لدى الشركة جاي تشارك بأفراعة حول العالم جاي تشاركها بمنتجاتها الحقيقية النافعة جاي تشارك بإحصائياتها جاي تشاركها بنجاحاتها بكل شيء بفريق ماكن الحمد لله يموجودين مع فريقنا اعتزوا الحمد الله رب العالمي أن فريقنا أنا بلغ اسمه كل الآفاق. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. لما انقلت تخيلوا لما انقلت فريق صحة ومال العالمي ما عالمي؟ وأطلقت عليه هذا المسمى هذا الشعار الذي ترونه على فكرة أنا صممته أول تقريباً شهر من دخولي وأطلقت عليه اسم فريق صحة ومال العالمي. إلى أن أصبح عالمي عن جد. لأنني سيكون أكثر من 40 ألف مسوق بفريقنا حول العالم بأكثر من 130 دولة. ابدأ نفس العقلية أنت أخي ابدأ فريقك العالمي واثق بربك وبنفسك أن فريقك سوف يصبح عالمي. الآن الحمد لله رب العام نحكي عن 10 ماسيين بالفريق مع شرياقوتي وأكثر من 280 وكيل نجم. أنا بعرف أنه كل حدا موجود منكم هون هلأ هلأ بهاللحظة ما عدا الماسييني بيحلم أنه يكون عنده ست وكلاء نجوم حتى يصبح ماسي. كوتش نادر ما نعمل هذا الإنجاز؟ 200 وكيل وكيل. أعطيني منهم ستة بس صير ماسي لا مو ستة خود مثلهم وأكثر منهم. بنفس العقلية لازم تفكر الآن ابدأ فريقك العالمي الآن ابدأ ثقتك بنفسك وبربك حط الساعات الصحيحة ضبوا التلفزيونات شباب سيدات. ضبوا التلفزيونات يا جنب. التلفزيونات هذا أساسا هو أوجدوه لحتى يلهوك عن البوصل الصحيحة لأنه أنت الآن عندك بوصلة وهذا الدنيا وآخره. تمام؟ المسلسل والله شيق يعني رأسي شيق بس تعرف كم ساعة ضيعة لك أنت وقعد تتابعه. تعرف هاي الساعة شو ممكن تعمل فيها؟ ساعة كل يوم لمسلسل يعني 360 ساعة آخر السنة. أنا أعطيني إياهن أدون 360 ساعة أعطيني إياهن لك مشروع متكامل. متكامل مشروع كامل كامل بكل شيء باسمه بصورته الكبيرة بكل شيء. 360 ساعة 360 ساعة الآن أعطيني إياهن لحتى أعمل لك فيهم لغتين آخر السنة تتعلم فيهن لغتين. 360 ساعة أعطيني إياهن حتى أعطيك مهارة جديدة. تصنع منك ثري مهارة القيادة. فلا تستهونوا بساعة يوميا ضبوا التلفزيونات الموبايلات شباب بأيديكم إياك وتفوت على السوشال ميديا وتغرق بهذا البحر. آسف أقول مع الاسم حولي القذر بحر قذر. إذا ما قذر بمحتوى بس قذر بأنه أضوع وقتك تك 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 فيديو ولا فيديو تك 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 حادث هون. هذا عم يشوئني أنا ما بعرف شو بدي تحكي لي قصته. شو هنحكي هذا الضيئة ساعة من وقتي أنا أعلى لقلي. والله العظيم شيء يا حرام لديكم أنتوا الآن شركائنا شركاتنا. لديكم جوة لنهار ساعات ذهب. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ابن آدم أنت بضع شو بضع أيام. كل ما انقضى من بضعك انقضى من عمرك حتى بضع ساعات وأيام. أنت بضعها أنت كل ياتك عبارة عن أي وقت. هذا الوقت استثمروا أحسن استثمار. تعرفوا شو لسه فيه أعظم. لسه فيه أعظم من هيك وهذا التفكير بتمنى لكل يفكره. الحمد لله رب العالمين علمت نفسي فكره. والنبينا علمنا الفكر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتذكر الموت يوميا عشرات المرات. وكل يوم يتوب عشرات التوبات. أنا بدي أذكركم بيوم لحي يجيكم الموت فجأة. لحده هلأ ينفر ويقولوا لي الموت قاعد يحكي. لا حدا ينفر. اسمعوا. لحي يجيكم الموت فجأة. والله يبقى اللحظة حتى تقول يا رب بس رجعني دخيلك يا رب بس. خليني أرجع شويلة ورا أعمل إنجاز. خليني أعمل إنجاز والله ما عد فيه مجال. كلا هو كلمة كلا كلمة هو قائلها. ومن خلفهم برزخ إلى يوم يبعثون هذه الآية. لأن يأتي بيقول لك رب يرجعون ما عد فيه مجال. خلاص فلذلك استثمروا لحده ينفر. الموت جميل ما له بشي. لأن تكون أنت مجهز لأله ما تخاف. هلأ أنا بعرف المجهزين قاعدين يستمتعوا بالكلام. وإنتوا كلها تكون مجهزين بإذن الله سبحانه وتعالى. إحنا الموت بالنسبة لألنا كمؤمنين مسلمين متيقنين بالله وبربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم الفرج لألنا. لقاء ربنا في أجمل منه. وهو راضي عننا إن شاء الله شايفنا عم نبصم شايفنا عم ندرب شايفنا. أما الآن لا قدر الله لغرآن بالمعاصي والله ما بيحب يسمع كلمة الموت. وليه شو موت حتى بيحاول يلغيها وهذا وهم. إلغاءها وهم. إلغاءها من حياتنا وهم. أبصم أبصم الآن. والله يا جماعة الخير إنه ما في عودة لهون ما في رجعة. ما في رجعة أبصم الآن. يا جماعة أصحكم تفكروا إنه بصمة الحياة لازم تكون هي عبارة عن أنا آسف لكم زهد بالدنيا. أو مثلا تسكع أو والله حالة من الزهد وما بدي شي من الدنيا بالعكس. البصمة الحقيقية إنك تكون يد عليا. البصمة الحقيقية إنك تكون شو يد عليا. يشوف يعني شو هي البصمة اللي أنا بحلم فيها. والله يجعلكم معي يا ربي من المحققين اللي هي البصمة. إنه يكون عندك المال وكريم. الله. إنه يكون عندك المال ويد عليا. مساعد للجميع. مساعد بحكمة. روح مأنشئ لك والله يا أخي تجمع نسائي هدون بس لرعاية كل النساء الشهداء بيجوا لهون بتعلموا مهنة وبيصبحوا إن شاء الله تعالى كريمات محصنات بسببك روح يا أخي يدعو لي معك مال أنشئ فيه بهالرمضانات هاي الفطور لهالناس التعبانة يدعو لي المال المال اسعى ورا المال تقربا من الله عز وجل اسعى ورا أنا كنت عم بحكي بالتسجيل الصوتية قبل شوي تسمعوا أنه أنت اليوم لما تسعى ورا المال لأجل يعني لاحظوا هذا الفكر الآتيادي أنه ناكل نشرب سيارة بيت زواج أو لا هذا حقيقة هو للأسف الهدف المغلوطة لكل باحث عنه هلأ أنت تشري سيارة لتصفها بالكازية وتصير تزودة بالوقود؟ تخيل معي أن بسيارة حديثة فيها مواصفات عالية تحطها بالكازية بس أعد تزودة بالوقود والبيت والمنامة لا لا هدون حق من الحقوق وهدون أساساً حالة من التزود كلهم نحن نتزود للإنجاز وين الإنجاز؟ الآن يباحثين فقط عن الأكل والشرب وين الإنجاز؟ هذا الإنجاز نقابل فيه ربنا الأكل والشرب ولا النوم ولا شو الحكي هكي؟ هلأ فكروا كيف تبصموا فكر كيف تجاهد نفسك إذا صار معك مال تعمل فيه مشاريع خيرية فكر كيف تساعد إنتك يا سوري أنت اللي الله سبحانه وتعالى جعلك الآن بموقف حرج مع شعبك ومع قومك هذا القوم اللي قازة فكر شو ممكن تعمله كل ياتكم الآن بتلعنوا يلي قازة هذا القوم خاصة السوري الآن المعنى ومو بس السوريين حتى العرب كل ياتكم بتلعنوا يلي قازة هذا القوم بغض النظر مين ماشي؟ خلاص الله بيعرف مين طب أنت شو أعدت لهذا القوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجل عنده أعرابي قال له متى الساعة يا رسول الله؟ قال له ماذا أعددت لها؟ شوف الجواب الزكي الله يا رسول الله إنك قائد قال له متى الساعة؟ قال له ماذا أعددت لها؟ وأنت هيك اليوم تقوله والله هذا الفلان الفلاني أجرم بحق الشعب هاي البلد الفلاني طب أنت شو أعدت لهذا الشعب؟ أنت فيك تساعده؟ طب سؤال إذا أنت قررت هلأ تعملش كتير كبير مشاهد الشعب وفعلا نيتك ساد أو عم تبذل الساعات ليش حتى الله ما يساعدك؟ شو السبب؟ لأن ربك سبحانه وتعالى أساسا ناظر لأنه وسبحانه وتعالى منتظر حدا مننا يأخذ زمان مبادرة كله شالفة على كله كله لاحشة على كله والله شغلة دولية ليس بأيدنا فقاعة هاي لا دولية ولا حكي فاضي رجل بأمي النبي النبي إبراهيم ربنا وصفه قال إن إبراهيم كان أمة فهمتوا عليه؟ الوهم أكبر من الحقيقة بكثير وهم والله عم نستند ولد ساعدنا لا سيدي لحنا منساعد أنفسنا ومنساعد الناس وشوفوا لما لحنا منقرر هذا القرار وشلور ربنا سبحانه وتعالى حيجعلنا يدعو لي ويجعل الكافرين تحت أقدامنا ما حتتخيلوا أنتوا رقابهم وأشكال شلون هي تحت أقدامنا بس لحنا أول الشي نؤمن بربنا ونؤمن بأنفسنا أنه نحن قادرين نساعد أنفسنا نساعد الآخرين الآن تعالي اليوم شو عنا أداة أكبر من هاي وأقوى من هاي هو أن نجتمع أساسا على أقوى قوة بالدنيا شو هي أقوى قوة المال والبنو المال أقوى قوة يلا نجمع المال سوية نجمعه لهدف سامي كبير يلا نعمل إنجازات لهدف سامي كبير يلا ندخل الشعب السوري كله على دي اكسين نجعله يدعو لي وبس صار يدعو لي لحيد عاص رقاب كل كافر فهمت علي طب كوتش نادر فينا ندخل كل الشعب والله إذا كنا حقيقة مؤمنين بالله عز وجل من دخله والنبي عليه الصلاة والسلام دخل كم حدا على الإسلام وكان على فكرة عم يدخلهم بأشياء تخالف أساسا مصالحهم بل إحنا اليوم بالعكس الأداة أقوى بين إيدينا إحنا عم ندخل الناس من الشابة بيرغبوها المال شوفوا الطريق اللي الله هيئنا يا عم ندخل الناس بطريق الله سبحانه وتعالى هيئنا يا الناس كلها بتحبوا دعوة للمال ولكن من خلال المال حنجعل الناس يدعو لي ومن خلال المال حنجعل الناس تشتغل وتعتمد على أنفسها وتكون فعلا مساعدة لكل من حولها من خلال الفكر الصحيح التصليح تصحيح مفاهيم يا جماعة أسأل الله أن ينفعني وإياكم يا شركاء ويا شركات النجاح ما شاء الله الوقت معكم بمر بطريقة عجيبة جدا أنا حافتح المايكات للجميع الآن بدي من حضراتكم تشاركوا مهاراتكم وخبراتكم اللي ينتفع الجميع إن شاء الله المايكات معكم أفضل الله يكرمك يا رب السيد نادير الله يكرمكم جميعا ما شاء الله عليكم يا رب الله يكرمك بارك فيك مبارح حكينا حول القواعد الأساسية مع الشخص الجديد لما يدخل معنا بهذا المشروع وحكينا على الشغلات الأساسية بالإعلان المموّد نعم بالنسبة للفيديو ساويت فيديو إن شاء الله رب العالمين مشان التصميم إن شاء الله رح نزله بالقناة بع تليجرام يعني أنا حكيت بأنه ممكن تساوي تصميم قصفك إنت فقط بخمس دقائق وأنا ساويت الفيديو شرحت فيه كيف أنا ساويت تصميم بخمس دقائق فقط ورح نزله إن شاء الله رب العالمين بالقناة على تليجرام شاء تعرفوا بأنه الموضوع سهل مو صعب يعني اللي بفكر بأنه ما يدي بيدي تتعلم شهر وشهرين والتصميم وبيدي يدخل بدورات نعم موضوع بسيطة هذا أول شيء إن شاء الله رب العالمين اليوم رح نحاول 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 على القواعد الانضباطية في قواعد الانضباطية لازم أنت تنضبط فيهم لما أنت بتعرض فكرة المشروع على أي شخص كيفما كان مشان تحسن إن شاء الله تقنعه أنه يدخل معك بهذا المشروع القاعدة الأولى عم تقول بأنه أي شيء يحكيه الشخص الذي تشرحه للعمل الشخص الذي أمامك أنت الكلام الذي يحكيه حاول تتقبل منه كلامه ولو يكون خاطر يعني ممكن يحكي معلومة خاطئة ممكن يحكي كلمة ميمزبوطة ولكن ما هو هدفك؟ هدفك أنك تدخل بهذا المشروع وهدفك أنك توصل له الفكرة ليس هدفك أنك تكون معارض إليه لا تكون معارض إليه ممكن تكون فكرته خاطرة ولكن حاول بطريقة رائعة أنك توصل له الفكرة بدون ما تتعرض معه بدون ما تكون معارض لكلامه هذه القاعدة الأولى القاعدة الثانية تقول يجب أنك تكتشف الإحتياج لمرشح هذا المرشح يجب أن أرى ما هو نقطة الضعف أو ما هو ما يريد من خلال هذا المشروع ما هو الهدف فأنت تدور على هذا الاحتياج فكيف أنت تجد هذا الاحتياج؟ تجد هذا الاحتياج من خلال طرح الأسئلة يعني أنت عندما تشرح فكرة العمل لا تحكي 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 تجعل الشخص المقابل فقط مستمع بهذه الطريقة لا يتقبل منها سيأخذ المعلومات كلها ولكن هذا الشخص لا تكتشف احتياجه وإذا لم تكتشف احتياجه لا يقتنع بفكرة العمل ولا يحسن يتسجل معك فهذا هدفك أنك تكتشف احتياجه بعدين تشتغل على هذا الاحتياج وهذا الشخص يدخل معك الشارع من بين الأسئلة التي تطرحها مثلاً ممكن تطرح على سؤال إذا دخلت بهذا المشروع وصار عندك أرباح شهرية يعني أرباح رائعة جداً أكثر من خمسة رفض دولار وستة رفض دولار فإنت إش رح تساوي بهذه المصاري؟ هذا السؤال من الأسئلة من خلال هذا السؤال إنت تكتشف أهداف هذا الشخص بحياته تكتشف طموحاته تكتشف ايش بده يساوي بس اكتشفت بأنه مثلاً أنا سيقولك ممكن يكون جوابه بأنه أنا بدي أسافر أحب السفار عندما بيكون هاي المصاري بدي أسافر أو ممكن يقولك أنا إذا معي هاي المصاري مثلاً بدي أشتري سيارة أو إذا معي هاي المصاري بدي أساوي بدي أشتري منزل فإنت هدفه إش هدف هذا الشخص؟ هدفه أنه يسافر فإنت بتكتشف على السفار فإنت بتحكيله بأنه الشركة بتقدم شاء الله رحلات مجانية لأي شخص يعني إذا وصل إذا حق التاركت بالشركة بيسافر بشكل مجاني مع الشركة بتشرحه بأنه فيه كمان يعني هدايا تخفيزية من خلال الشركة والشركة بتعطي يعني سفر هي تاركت بيكون بشكل سنوي يعني أنت كل سنة بتحسن سافر زال إنت لما بيكون عندك أرباح بالشركة بتحسن سافر لأي مكان بالعالم ما فيه هذا يمنعك أحداً فإنت بتركز على مسألة السفر القاعدة الثالثة اللي هي كن واضحاً في عرض فكرة العمل يعني لازم معلوماتك إنت لما بتشرحها أو لما بتعرض هاي المعلومات على الشخص المقابل أو على الشخص المستقبل لازم يكون عندك خطوات محددة وتكون أفكارك واضحة ما تكون مخاربة ما تحكي شوي حول المنتجات شوي حول الأرباع شوي حول الخوافز لا، لازم تمشي خطوة خطوة مثلاً إنت لما دخلت بهذا الشخص لما دخلت معه مكالمة بتقوله بأنه أنا إن شاء الله رب العمر سأشرح لك المشروع وهذا المشروع رح نقسمه لأربع خطوات الخطوة الأولى رح نحكي فيها على قوة الشركة بعدين رح نحكي على قوة الأرباع بعدين رح نحكي على قوة المنتجات بهذا المشروع هاي خاصة يعني إنت رتبت له الأفكار لما رتبت الأفكار بهذا الشخص بيركز معك فهي قاعدة الثالثة القاعدة الرابعة تحكي قصة هذه مسألة تحكي قصة ضرورية جداً يعني وإنت عم تشرح فكرة المشروع أو عم تحكي لهذا الشخص حول فكرة العمل إيجباري إنت بديك تحكي له قصة مثلاً قصة لو أستاذ نادر ماشاء الله بفريقنا تبعت له فيديو تمام وإنت عم تحكي معه قل له هلأ رح أبعت لك فيديو للشخص ماشاء الله ناجح بمشروعنا هذا ومبارح أولاً مبارح اشترى سيارة من خلال هذا العمل احتفلنا فيه ويعني حقق نتائج قوية جداً إنت بتبعت له الفيديو وإنت عم تحكي له هاي القصة هذا الشخص كيف يبلش؟ هذا الشخص بلش بالبداية ما كان عنده أي شخص وما كان أي شخص بسجل معه بلش عم بشتغل شوي شوي والحمد لله رب العالمين بظرف أربع سنوات فقط خسين يشتري سيارة وخسين يكون عنده أرباح عالمية وخسين يسافي لأي مكان بالعالم وصار عنده دخل ما شاء الله أضعاف مضاعفة للأرباح أو الرواتب التي تكون موجودة بالوظائف مثلاً شخص بالوظيفة رتبه يعني 300 دولار أو 400 دولار هم لا صار هو عنده أرباح أضعاف مضاعفة عشرات المرات وممكن أكثر كمان فتحكي له حول هذه القصة هذه القصة ضرورية جداً إذا لم تتحدث له حول القصة لا ستصل لقلب هذا الشخص مثلاً إذا الشخص كان مهتم بالمنتوجات أو إذا السيدة التي تشرحها هي مهتمة بالمنتوجات فأنت تحكي له قصة شفاء يعني تحكي له سيدة كانت معنا بهذا العمل ما شاء الله كان عنده مرض السرطان وراحت لكثير أطباء في الدول العربية وراحت على أوروبا وعم تحاول تتعالج ودفعت ألاف الدولارات وما حسنت تتعالج الحمد لله رب العالمين أخذت هذه المنتوجات لمدة أكثر من ستة شهور وحسنت تتعالج من خلال هذه المنتوجات الحمد لله رب العالمين وهلا رح أبعد لك فيديو عم بدل على هي السيدة كيف هي تعالجت من خلال هذه المنتوجات يعني هي قصة حول المنتوجات وقصة حول شخص ناجح معنا بهذا الشخص هلا إن شاء الله رب العالمين رح أرجع أحكي أربع قواعد بشكل مختصر القاعدة الأولى لازم الكلام الذي يخرج من فم الشخص الذي هو أمامك دائما صحيح لا تقول له خطأ تمام؟ القاعدة الثانية لازم تكتشف احتياج المرشع ماهو احتياجه ماهو طلبه مثلا إنت دخلت عند السمان يجب أن تشتري خبز طيب السمان يقنعك بالعسل يا أخي أنا جاي بدي أشتري خبز ليس عم تقنعني بالعسل يعني لازم تكتشف احتياجه احتياج الشخص بديه جاي بديه يأخذ خبز فإنت رح تشرح له حول الخبز وتعطيه الخبز ليس تشرح له على الشيء ثالث تمام؟ القاعدة الثالثة كن واضحا في عرض فكرة الفكرة قاعدة الرابعة احكي قصة احكي قصة لهذا الشخص بشكل مقتصر إن شاء الله رب العالمين تكون معلومات قيمة إن شاء الله جميع يستفيد منها إن شاء الله جوز الأستاذ نادر مانو موجود طيب نحسي أن نأخذ أحسينه تسجيله لأستاذنا السفير جمال مسعدي بعد تسجيله على أحد الأجروبات طيب تمام يا شركاء ويا شركات النجاح أنا شايف أنه ما شاء الله يعني جلستنا ضريفة وحلوة ولكن العدد قليل تمام؟ وما بظن أنه في داعي نستمر للوحدة بتمنى بكرة يكون العدد أكبر مشان النفع ويكون في مشاركة غدا إن شاء الله تعالى بفقرتي اليوم أخذت أنا فقرتي كلها تنصيحة ونصائح ومشاركة ولكن غدا لح تكون مشاركة للجميع بتمنى كلها تكون تحجدوا طاقاتكم لمشاركة العملية البيعية الناجحة وأنا بعرف أنه فيه وأنا الآن عارف أنه كل قائد معنا موجود حقيقي لديه مهارات في البيع يعني بس لحنا معنا أحد القادة على الحالة تبع الواتس أب بيسوي 1400 نقطة 1500 نقطة 1700 نقطة على الحالة فبيدلك على الطريقة الصحيحة تمام؟ وهكذا كوتش منصور إذا تحكي تفضل لحنا معنا يسعد مساكم جميعا يا هلا حياكم الله وإياكم يا هلا بالجميع هلا هو أول يومين أستاذ نادر أول يومين يعني الشخص بيأكل وبيحس بالنوع هلا أكلوا وناموا إن شاء الله رب العالم يتعودوا إن شاء الله إن شاء الله يكون الموضوع هيك لأنه بصراحة أول يوم 118 بني آدم ثاني يوم 50 بني آدم هذا الاستثار ليش؟ ما بعرف سبحان الله يعني الناس بشكل عام ياريت بس نتوجه للفرق تابعنا ونحكي له هالكلمتين يعني لو حاطين رأسمال كنا شفنا الاتزام أكتر من هيك شو السبب عدم الاتزام هاد؟ سبحان الله هي النفس البشرية بها الطريقة هاي سبحان الله عدد عدد هاد تسلتعاش سبتعشر واحد حرام؟ والله حرام فبدنا نكون إيد واحدة إن شاء الله تعالى بدنا نتعلم بدنا ناسبت وجودنا عم نعطي ومستمرين في العطاء مستمرين إذا ما بيصبح حدا على أولتي بس ولكن شي بيحزن يعني بيحزن لما نكون نحنا عم ناطي وبالآخير ما في حدا مشكلة هي كمان ما بشي والله عطيكم يا بس سبحان الله يعني الأفكار تبع المبيعات أفكار قوية جدا بصراحة لو عم تطبق مزبوط كنا شفنا مبيعات أكتر وأكتر إن شاء الله فعلا إن شاء الله رب العالمين بيكتبكم كل الخير وهو صح أول يومين ثلاثة أنا اليوم والله يعني برمضان أول يومين ثلاثة بس أنا صار معي احتقام بالرأس احتقام بالجيوب ما عم بصحه نهائيا هلا عم بحكي معاكم ومراسي عم يفترمين نشمع فهو كمان بدنا للكميس الأعزاب بالنسبة للناس بس دائما بدنا نحط بيباني شغلة واحدة أكيد أكيد طيب ممي تماما بدنا نحط بيباني شغلة واحدة يعني إن لم تتقدم تتقادم بدنا نشتغل صح بدنا نعطي بدنا يعني إذا ما كان هذا المشروع والنجاح فيه مثل استنشاق الهواء وضرورة استنشاق الهواء هذا الشي الهواء والأكسجين مهم للإنسان حتى يعيش بده يكون اتمامنا بالمشروع نفس الشي حتى ننجح فيه الله يبارد فيكم ما عندي شيء ولا أحتيكم يا الله تيكم ألف عافية مع أصادر لك يا أهلا بالغالي معافى إن شاء الله تعالى وأسأل الله إنه الله سبحانه وتعالى يشدكم بتوب العافية كلها تكون يا فريقنا الراقي المحترم طيب ما بدنا ننطيل عليكم أكثر نهيك بما أنه للساعتنا بالأيام الأولى خلينا ننزل تدرج معكم بس ما هيكون فيه أبدا تراخي بعد كم يوم من الآن إن شاء الله الله تعالى إن شاء الله الله تعالى ربي يحفظ الجميع طيب إن شاء الله نكتفي اليوم بهذا القدر يسعد مساكن استاذ نادر بدي أسألك سؤال بعد إذنك قبل قبل يسعد مساكن ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب ينعاد علينا وعليكم بالصحة والخير الله يجعلنا من عطقاء يا رب آمين يا رب استاذ نادر بدي أسألك سؤال أنا عضوية جديدة وصلي شهر وما استقبت ولا عضو تحت اسمي نعم ونحن عطينا فرصة بهال ثلاثة أشهر إنو نستقب من يعني أقصى حد أدنى ثلاث أعضاء أو لحد ست أعضاء أدنى حد يعني الأحسن يكون ست أعضاء انت عضوية جديدة مو ثلاث أشهر معك انت معك خمس أشهر بتستقب فيهم خمس أعضاء تمام أنا مبارحة أنا مبارحة استنتجت هذا الشي أنا اللي حالي يعني ما حدا شرح لي عليه حاليا اللهم صلى على سيدنا محمد هن شرحونا عن طريقة الزكاء الاصطناعي حاولت أنا أبحث أعرف إش هو الزكاء الاصطناعي عن طريق اليوتيوب ما خليت موقع لأنه بحثت عنه بدي أعرف إش هو الطريق الاصطناع الزكاء عبر الطريق عبر استفساري عن طريق الزكاء الاصطناعي يعني ضليت أبحث لأنه وصلت للفكرة اللي بدي إياها أنا مثل ما عدتتفضل أنت أنا معي لخمس تشهر أنه استقطب أعضاء تحت اسمي بحال طيب أنه ما أحد نضم بهالخمس تشهر مثلا تحت اسمي أنا هل يا ترى في مشكلة مثلا أنا علي أنه من ضمن الشركة وكذا وكذا؟ طيب لك يا أختي الغالية صلوا على رسول الله كل آياتكم الموجودين اسمعوا الإجابة كلكم تستفادوا منها شوفي يا أختي أنت هلأ عم تبحث عن مسألة تطوير نفسك بذكاء صناعي أو بالسوشال ميديا أو به الأمور طيب أغلقوا المايكات كل كل من صحتنا إن شاء الله صلى الله على سيدنا رسول الله أغلقي عندك أختي طيب يا جماعة الخير الآن تعاون كونوا واقعين شوي اليوم تعلم مهارة مثل مثلا مهارة التعامل مع الزكاء الصناعي والتصميم وإلى ما شابه هذا مهم ولكن هذا بتعلم الواحد لا بدي أقوله على المدى البعيد على المتوسط ولكن الآن أنا داخل دي اكس إنعب بتعلم بدي أبدأ بمهاراتي الحالية أنا بحكي لكم أنه هي صناعة البيع المباشر أساسا أتت توجد حل لأصحاب المهارات العادية مهارتك طبيعي لا لك عندك شهادات ولا عندك مثلا خبرات بالسوشال ميديا ولا بالزكاء الصناعي ولا قادرة تتعمل فيديو احترافي ولا شيء هي أتت مشان هيك فالحل الأسلام الآن لنجاحك ونجاح أي حدا عم يسمعني جديد هو أنكم تمشوا على ألف باء الصناعة شو هي ألف باء الصناعة شوفوا شوفوا السهولة والبساطة خذوا الموضوع بهاي البساطة الآن حضرتك المفترض مشيت على تعليمات وتدريباتنا ألا وهي أنك تبدي أسبوعين استهلاك وتدرب وتعلم تمام المعلومات الأساسية يعني الآن مثلا مثلا أنا بالنسبة لألي فضل أنه يتم استهلاك مئة مقطع في بداية العمل ولكن ممكن حدا يقول لي أنا والله ما عندي إمكاني أوكي تمام تمام أي الله ظرف قهوة يعني قادرين عليه صابوني أوكي استهلاك والله منتجات فريدة مميزة حكمل استهلاك فيما بعد إن شاء الله كل ما الله قدرني بشتري منتج أنا قاعد استهلاك القهوة بشربها أنا قاعد أسبوعين عب أتطلق على الفيديوهات تبع نادر أثمان أحمد العتيبي اللي بنصح فيهم باستمرار القناة التليجرام هاي اللي فيها هلأ ما شاء الله معلومات طيبة أسبوعين ما بنطلق بالعمل ممنوع من أسبوعين لشهر عدم الانطلاق بالعمل أساسا الشركة شوفوا من حكمة أساسا أطلاق الاس بأنه هين عطوا خمس شهور للشخص الجديد ليعمل التارجيت وثلاثة شهور للقديم بما أنه عطوا شهرين تعلم طيبة أنا أقول لك من أسبوعين لشهر بعدا من الأصل بالأمر أنك تروحي لدائرة الثقة تبعك ما هي اسمها الدعاية الشفاهية أنت لماذا عندك تعمل دعاية الشفاهية للمعارف روحي طالعي من قائمة المعارف تبعك طيبة أنا أقول لك ستة بس ثقة تمام تعرفين عندهم إيجابية هدون دخليهم معك على المشروع وبلش يجري بيهم المحاضرات نهاية طيبة هدون الستة بما أنه حيدخلوا بموضوع النسبية ممكن لهم حيستمروا يستمروا كملي بقائمة المعارف فوتي معاك عشرين فوتي معاك ثلاثين من هالمعارف هلأ لا تروحوا لي من البداية تعملوا لي فيها الزكاء الصناعي والسوشال ميديا وموشال ميديا وبدك فيديوهات احترال هذا مشروع لازم يكون موجود بس هذا طويق على المدى الطويل يعني أنا اليوم مثلا بديت أنا هلأ هلأ بفترض نفسي بادي بمشي ألف باق بدعي اللي بعرفون معارفي الثقات تمام هلأ بحكي لكم إن شاني الثقات وحكيتها أنا وبعد منه أنا أنا وعب بشتغل قاعد أسس لي قناة يوتيوب قاعد أتعرف زكاء الصناعي قاعد أتعلم لي إنشاء موقع على نفسي أي وين مشكلة كل يوم ساعة تطوير على المدى الطويل أني أنا مثلا بعد سنة سنتين والله عندي محتوى عظيم تمام ولكن الأصل بالأمر أنه هي الصناعة تعتمد على دوائر الثقات ما يعني الثقات أنا بلكن شو يعني في مين يفكر أن الأقاربين أنه أخي أنا أخي بالنسبة لي أيام موثقة ولا أنا ثقه بالنسبة له حالة طبيعية أخوة سيدنا يوسف ما كانوا ثقات صح ولا أنا غلطة أنا مواع بقول لك روحي استقط في مين من كامل معك بس أنت استقطت الثقات أنا بحكي لك اليوم كل حدا من بيناتنا إذا بقول لكم كم ثقة عندكم حصروا دماغكم تلي والله إليك أنا عندي بصراحة جارتي هاي كل يوم تشرب عندي القهوة بحبها وبتحبني وبنسر لبعضنا وكذا إذا بيجيب إلا أنا والله الحمد لله تعرفت على مشروع واحد اثنين ثلاثة وديدخلك معي هاي أساسا أنا شو بعمل دلتو عمل مثلي حبني تمام بنت خالتي هاي صديقة العمر هاي أسرار العيلة كلها بيني وبينها هي ثقة تمام السقات دائرة السقات ولكن ليش أنا بديت أبقلكون أنتوا أفل الشيء استهلكوا المنتج وتعلموا لأنه إذا أنت ما وثقتي أساسا ما حتروح إلا لا 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 صديقة تثق فيك كثير وانت في بداخلك لسه مخاوف تقولي ولي أنا هاي كثير بيني وبينها ثقة وبتحبني أحلى شي أنا غشة أو فوتها لما الشروع لا صمح الله نصبه احتيار فإذا أنت ابني الثقة أول شي عن نفسك وأنت ابني الثقة عن نفسكم أول شي بعدين بإمكانكم تروحوا دائرة ثقات بكل ثقة بكل حب الآن قائمة معارفكم من الجوال لا لا أنتوا عم تخلصتوك قلبه بالجوال آه والله هذا محمد يا الله هذا صديقة هزيز ولك بيثق فيني أنا عامل هنا شراكات تجارات وووه هذا بيفوت معك دائريكت ضغري مباشرة تمام؟ والله مثلا سيدة عم تسمعني هلأ والله أنا هاي صديقتي بالجامعة وبعد منها صديقتي بالعمل سبحان الله ساء بيته وهي بتسق فيني كثير بإلا أنا دخلت مع مشروع وبتسق فيني ففعليا ما في داعي لهي الترهات كلها يا هذا الآن الآن أنتوا قادرين تنجحوا بإمكانات بسيطة جدا جدا تستهلكوا المنتج تتعلموا أساسيات الشركة شو منتجاتها ليش الشركة وجدت شو خططها شو شلون الواحد بتخله شلون بيربح معه معلومات باسبوعين تكونوا جبتوها بعدين بتمارسوا على الممارسة شوي 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 والآن اللي موجودين معنا أخي أنا والله لا بعرف درب ولا بعرف أعمل هالأشياء طيب أوكي إحنا أمنين بيئة حاضنة للجميع لمن بتدخلي معك السقة أو أنت بتدخل معك السقة دخله هالأ الاجتماعات طبعا شوي 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 بتنضج عنده الفكرة بفهم الموضوع يا سلام بعدما أنت عم تتعلم صرت أنت قائد المجتمع تبعك وأنت اللي عم تعمل لقاءات يا سلام هكذا ولكن نعم ضرورة هي أنك تبلش تطور نفسك في كل المجالات أنك تعمل سوشال ميديا طيب أنك تعمل مؤثر هذا على المدى الطويل تمام حياكم الله هاي النصيحة للجميع لا تضعوا أوقاتكم بإنشاء المهارات وانتظار الأدوات الاحترافية للبدء بل بالعكس الآن النموذج عمل سهل بسيط ميسر للجميع ربي يحفظكم جميعا نكتفي اليوم إن شاء الله تعالى بهذا القدر من اللقاء كوتش 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 مثلا خد كوتش ويسعد مساك وصحف تور كوتش حياك الله كوتش حبي تنسق سيك فقط هي المسابقة تعنت ألف نقطة هذه تعالى أو أكثر إن شاء الله هي مو محصورة ما بين أول رمضان وآخر رمضان كان إن شاء الله تلاتين يومه وتسعة وعشرين يعني ندري يعني هي ما بين الفاتح والواحد والتلاتين معرس هكده كوتش ايه لحنا ليش ركي عملنا مشا ما يصير اجتزاء شي من شهر التالت شي من الرابع خاصة الاي وورد بيتعامل مع الشهر عارفتو خلاصية ولا كوتش لا أنا كنت غلطة أنا كنت حسبتها من بداية رمضاني وضعني يعني نهاية رمضان فاليومي عرفت يعني دالك حبيت نتأكد من الكوتش الله يجزيك الخير شكرا صحيحية من واحد ثلاثة للنهاية لأنه كمان يعني خاصة إنه بالعشر الأواخر من رمضان بصير فيهم مثلا عبادات أكتر بصير فيهم نزلات أسواء وتجهيز للعيد وكذا جيدة وأساسا استعوضنا عنهم بالعشر الأوائل من شهر ثلاثة هي هي شهر ميلادي كامل إن شاء الله مو غير نزلات أسواق كوتش وتحضير حلويات يا شكرا يا سلام يا سلام على حلويات الجزائرية بعثونا بعثونا يا شوف كوت انت 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 خلص انت انت طلع سفير والحفلة علينا نحنا يا شكرا استنى للسفارة هلأ لحتى اكل حلو جزائري مو كوتش قربت 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 الله كريم الله كريم قربت يا كوتش لا بس بس لا قربت بس إن شاء الله ترقية الكبرى مو حاجة يا كوتش إن شاء الله مصهيب محد عبي سمعنا لينو بدنا حلوان السيارة اه اكيد والله والغالي طالب الرقيق اسمع اسمع كوتش محمد انت بتحب تصطاد في المياه لعكرة لكن والله مخصر في كوتش اغتناص الفرص اكيد كوتش شو شو تعرف كوتش انا محمد محمد كوتش محمد نور انا يعني والله اعلم هو بيغار مني لما يشوفني اتكلم مع كوتش لانه ما يحب احد يشاركه في كوتش انا اظن هكذا سبحان الله والله احنا منحب الخير للجميع اكيد اخ العزيز اكيد اخ الغالي وكلكم اخوتي والف سلامة علي كوتش منصور عليك وعلى كيف بيقولوا في سوريا يا ربي تقولوا ما على البكشار لا 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 زغورات زغورات كوتش زغورات كتر منهم كوتش والله يحميكم وربي يستركم ان شاء الله وربي وفقنا كوتش لان انا كنت ما تنسى ان الشعب السوري والجزائري عندنا نقاط عدة مشتركة خصوصا من بعد من بعد الامير عبد القادر من بعد ما عاش في سوريا ونقاط مشتركة جدا المهم هو كل العالم العربي ربي يحميهم يحميهم يا رب ويخلينه ونحقد سوريا الحبيبة وترجعوا ان شاء الله علي اهلكم واردكم انتم في سعدة وبصحة وعافية يا رب الله يباركو يا رب يا رب الله يسمع منك يا رب يا رب. ودعينا كوتش مسؤولين اللي هنمتلقوا يعني في هاد المسابقة وان شاء الله هنرفع لكراسة كوتش يكونوا عند حسن الضم. الله يحفظكم يا رب ونشوفكم ان شاء الله بنجاحات كبيرة مع نهاية رمضان بازن الله. اختفى محمد نور. اختفى محمد نور. موجود موجود. انت عب تقولي اني عب اصطاد بالمي العكرة. اذا تبعنا الاستاذ نادر علمنا الصيد. كيف نحنا بدنا نطلق من تحت ايده. لا بس اخوة علمنا الصيد بش في في المياه النظيفة وليس في العكرة. بالمية العكرة وانضيفي وين ما حلينا احنا من ضمع من تمع من الصيد. تمام? يلا هاد يلا هاد شو اسمه اسمه المكاسب بده بده الحلوان عرفتي بده الحلوان. والله مخسرة في كوتش والله مخسرة في. وشوف يعني اول ما شوف يعني اول طالع على على تركيا رح بعكلك الحلوان وها. وشو بيقول محمد نور ومن هالشوارب. شكرا اخي العزيز. والله يا اخي العزيز يعني من ما انا شخصينا من اول ما عرفت الشركة ودخلت عشركة بدلت حياتي كتير. صار عندي تغيير كبير جدا. وحتى ممكن كوتش انك لمست اني منذ دخولي ما ما تأخرت ولو يوم واحد على التدريبات سواء الصباحية او المسائية. يعني اعمل كل مزهودي والباقي يعني ان شاء الله نقدر ربي يقدرني ونكون عند في المستوى شكرا. شكرا جزيلا. انا بفريقي متوقع على اسماء معينة طبعا ضمنا بداخلي متوقع على اسماء معينة ان شاء الله تعالى السفارة وانتي واحدة مننا على فكرة. ان شاء الله يا كوتش. ان شاء الله يسمع منك يا غالي ودعائك لنا في شهر الرحمة هذا يلانه دعاء المسلم لاخير مساء عند ظهر الغيب. ونحن ايضا ندعو للجميع والله ادعو لكم من كل من اعماق قلبي. وخصوصا قبل الساعة قبل الافطار الدعاء فيه مستجاب. فاخوتي ندعو لبعضنا وان شاء الله يكون فريق صحة ومن العالمي عالمي فعلا فعلا فعلا. ان شاء الله نحقق سي. اه اه هذا العام سنة الفين وربع وشرين رح يوصل اه في السيتو الى الليمس يوجين يعني اه مباشرة. اه سبحان الله. وعلى فكرة هاي اول محادثة بجريها مع دكتور ليمس يوجين من يومين. الحمد لله رب العالمين. يعني سبحان الله. اه جميل الواحد يتقدم شوي اه يعني يقترب اكتر من سدة الادارة في بي اكس اين ظريف. وبان شاء الله شوي شوي منصير منوصل صوتنا اكتر لا اه دكتور ولا ادارة الدي اكس اين حقيقة. وهذا اللي حين عمل الفارق. منزو متى كوتش منزو يومين فقط? اي اي من يومين بالاجتماع والله بي اه اللي عملنا اي متى عملنا اجتماع مبارع والت مبارع يوم الاحاد. يوم الاحاد. مو انت اللي كوت عربيت. الله يزيكي لخير. ايه. عبر للمغاطعة كوت نادر. اتفضل. اتفضل. كيفك? كيف سهلكم الجميع? اهلا وسهلا. اياكم الله. الله يتقبل طاعتكم للجميع. يا رب و اياكم. يا اكرم الاكرامين. انا بتجيل اسطنبول من حلوناه. اما ويننا نفتل بفريقنا العالمي عن حلونا. واا الله بدا. اي مو ينجد fitting Annia على اسطنبول انا بالجنوب. خلص بس تجي من عطيك الهلوان انشو الله. نحنا عم نشد الحافي يامل. اهلا مع تلكي. اخ És سكبر عن الهلوان لربنان بزيزار. في حل في حل مازال pierحلة دولية الا اسمعوني اسمعوني بزيحلة دولية التكارينت تكارين I من أهل لبنان كلهم لا أهل مازال في رحلة دولية على تركيا حققوا التارغل وتعالوا على تركيا ونجتمع فيكم هون نعمل عزيمة للكل حلوان إن شاء الله كورش إن شاء الله والله هده أمني ونشوفكم تمن كملكم كلكم تطلقوا بخير يا كريم حياكم الله يبارك شكرا حياكم نكتفي بهذا القدر وغدا نلتقي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين تصبح خير خير إن شاء الله وكل قادة يا رب ربي يحميكم شكرا لكم جميع إن شاء الله شكرا لكم